متعة كرة القدم كاملة مثالية دائما في دور أبطال أوروبا في حضرة الملك المصر الجميع يهاجم والجميع يدافع في بطولة رائعة بنشوف فيها أفضل ما في كرة القدر باريس تلاعب بالريال بفضل قدرات بابيه الخيالية والسيتي بياكل لغدر واليابس وبايان كان على واشا خسارة مفاجأة مش معتادة قدام ريتبولد ساليسبورج وفي إيطاليا كان الملك المصري محمد صلاح كبير كعته وسجل هدف رائع علشان يكون فريق الفص صعب جدا على الانتر سمتعنا بيومين حلوين في الكرة والعرض مستمع اشتركوا في القناة يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 ومتعة كرة القدم مستمرة دائما في دورة أبطال أوروبا اللي المباريات كانت رائعة المباريات كانت كبيرة زهاب دور 16 من هذه البطولة اليوم تعادل بايرن ميونيخ مع ريتبولد ساليسبورج واحد واحد في مباراة كان ممكن يخسرها بايرن ميونيخ في الدقائق الأخيرة أو يعني كان هو متأخر أصلا هو اللي تعادل بايرن في الدقائق الأخيرة وقدر ينقذ موقفه قدام فريق ريتبولد ساليسبورج اللي معتاد يعمل مفاجآت في هذه البطولة مباراة الأهم اللي كيت بالنسبة لنا النهاردة هي مباراة ليفربول وإنتر إنتر اللي ينافس ويسارع على الصدارة في الدوء الإيطالي وليفربول طبعا بنجومه الكبار كانت مباراة رائعة جدا تقاسمها الفريقين ليفربول الشوت الأول كان أفضل من الإنتر الشوت الثاني إنتر كان أفضل من ليفربول بس ليفربول في الشوت الثاني حسم المباراة بروكنية سجلها فيلمنيو في الدقيقة 75 وحسم الأمور تماماً نجمنا المصري الكبير محمد صلاح بهدف رائع في الديئة 83 كل مباراة في دول الأبطال رائعة كل مباراة في دول الأبطال ممتعة مبارح الستي يعني بلغة الكورة يعني كالي سبورتينج لشبونة كالو كالو خمس أهداف منهم أربعة في الشوت الأول يعني خلص على سبورتينج لشبونة في لشبونة يعني على ملعبه منشستة سيتي طبعاً فريق رائع وساحر مع بيب جوارديولا مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان حرارتكم تبعتوها أو شفتوها المباراة كان ريال مدريد يدافع طول المباراة يدافع طول المباراة وباريس يهاجم طول المباراة وقدر كالي يمبابيه في السواني الأخيرة يسجل هدف الفوز القاتل لفريق باريس سان جرمان كالي يمبابيه أنا بفرائي أو مش أنا بس يعني عفوا يعني أنا أقول أنا أنا بقول عفوا يعني عشان أكيد مش رائعي أنا الوحدي يعني ده رأي كل مشجع الكرة في العالم وكل محلل ومتابعة الكرة في العالم ان كده ينبا بيه العصور اللي جاي دي عصوره هو لسه صغير في السن 23 سنة مميز رائع يبدع يتقلق كبير مميز عنده كل الامكانيات الممكنة في الكرة فتا تتكلم في لاعب هيبقى افضل لاعب في العالم لسنين كتير قدام لسنين كتير قدام لاعب كبير ورائع جدا وارد جدا ان احنا نشوفه في ريال مدريد بعد نهاية الموسم بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان نهاردة ليفر عمل مباراة تيك تيكيا زكاية جدا صحيح الانتر كان داخل الشوت التاني تحديدا بقوة كبيرة جدا وكان خطير في المنطقة الدفاعية لليفر ما قدرش اقول ان كان عنده هجمات كتير قوي خطيرة على مرمى أليسون بيكر ولكن كان خطير في المجمل النحة التانية ليفر كان عملي جدا يورجن كلوب كان مدرب زكي جدا تعامل مع هذه المباراة في مواجهة انزاجي بزكاء كبير جدا تغييراته التك تيكاية في وسط الملعب تحديدا مع نزول كايتا ومع نزول هندرسون في الشوت التاني وطبعا في المينيو اللي سجل الهدف الأول مكان جوتا تغييرات بتقول ان فيه مدرب بيعرف يارى الأمور دي بشكل كويس عمتا لبرنارد ايه هزم الانتر على ما لعبه في إيطاليا ويقطع شوت كبير جدا في السعود لدور التمانية من دوري أبطال أوروبا الفكرة ان انت قدام كل مباراة ممتعة قدام كل مباراة فيها كل حاجة حلوة في الكورة تلاقي الفرق عندها هجوم حلو قوي هتلاقي عندهم دفاع حلو قوي هتلاقي عندهم تفاصيل تكتكاية وفنية رائعة جدا هتلاقوا لعبين بيقتلوا في كل مباراة كان معاي أستاذ حسن مستكاوي من يومين وقالي بالمناسبة يعني لما بنطلب من اللاعبين الروح القتالية والقتال في الملعب ده مش المفروض يعني ايه تبقى حاجة تتعامل بشكل استثنائي هي مفروض تبقى في كل مباراة بشكل طبيعي ده اللي منشوف الفرقة في أوروبا والمنتخبات اللي في أوروبا ان انت كل مباراة لازم تكسبها لازم تقدي بلاش لازم تكسبها بس لازم تقدي كل حاجة عندك بقول مش لازم تكسبها عشان هي كورة في النهاية زي دايما بيقول لكم انت بتلعب مع منافس فممكن يكسبك وممكن تخسر بس تدي كل اللي عندك تقدي بكل حاجة عندك ده اللي بيحصل من كل الفرقة اللي موجودة في دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأفضل في العالم هي البطولة اللي دايما ممتعة ودايما رائعة بكل تفاصيلها على مستوى المديرين الفنين الرائعين المميزين وعلى مستوى اللاعبين الكبار الأفضل في العالم كل حاجة حلوة يومين حلوين دايما التلاتة والأربع في الفترة دي من شهر فبراير وانت جاي بقى في مارس وإبريل متعة كبيرة جدا بداية من دوري الستاشر تحديدا في دوري أبطال أوروبا النهاردة يوم الأربعاء كان في الدوري المصري لقاءات مهمة جدا فيه الأسبوع التاسع فاركو فاز على إنبي فيه مباراة مسيرة جدا واحد سفر هدف سجيله أحمد مودي من راكلة جزاء في ديئة 67 وبراميدز يزيد أوجاع الإسماعيلي بفوز بهدف دون رد هدف لحمد سامي في ديئة 64 أما فيوتشر ففاز على البنك الأهلي 2-0 في مباراة شهدت بطاقة حمراء للبنك الأهلي ناصر مارد سجل أولا في ديئة 28 ومحمد فاروق بعد الطرد سجل في ديئة 87 الهدف الثاني لفيوتشر زي ما قلت لكم محمد دبش كان هو اللي اضطرد في ديئة 67 كلها مباريات ممتعة الدوري كمان بدأت الفرق اللي ممكن نقول عليها إيه بين قوسين كده اللي كان يبدأ الموسم بشكل مش كواسي يعني فيوتشر ببدايته ما كانتش جيدة بس انت كنت عارف ان فيوتشر هيرجع وهيقدم مستويات كبيرة عشان عنده لعبة كبيرة عنده تشكيلة رائعة فيوتشر عنده تشكيلة من الأسين رائعين جدا وعنده تشكيلة احتياطية رائعة جدا فهيقدر تقول ان فيوتشر النهاردة كان بيلعب بقى ريحية اول بنك الاهل منافس صعب ومساه بس كان قادر يعني يسير المباراة زيان بيقوله يعني طيب النهاردة الصبح عرفنا انه الهلال السوداني خد موافقة من الاتحاد السوداني انه هيبقى فيه خمستاشر الف مشجع في مباراة الاهل يوم الجمعة من شوية الكاف اعلن انه ما فيش جماهير في هذه المواجهة يعني ممنوع الجماهير او ممنوع دخول الجماهير في هذه المواجهة القصة فيه جماهير ولا ما فيش جماهير نسمع من الكابتن هيسم السباطة المتحدث باسم نادي الهلال السوداني يا فنم صباح الخير مش هارف ومنور وعليكم السلام مرحباك كابتن اهلا بيك وستاذي كيف حوارك شعلا بخير اهلا بيك كله بخير قل لي بقى حكاية الجماهير الجماهير موجودة في المدرجات يوم الجمعة ولا مش موجودة انا لا اسمعك الجماهير جماهير نادي الهلال هتكون متواجدة في مباراة يوم الجمعة ولا مش هيبقى موجودة لا اسمع من الكابتن طيب فقدنا الاتصال هنعاود الاتصال مرة اخرى الحكاية انه هل هيبقى في جماهير ولا ما فيش جماهير كلام انه لي اسباب موافقات امنية مش هيبقى فيه جماهير وفيه كلام لا انه هيبقى فيه جماهير الهلال قدم احتجاج للهلال الكاف ولا لا كل ده هنعرفه بعد لحظات من هذه المدخلة نفهم الكصة فين الكصة وقفة فين ده اللي حصل النهاردة هحكي لكم اقول لكم الخبر بالتفصيل النهاردة نادي الهلال السوداني اعلن على صفحته على الفيسبوك ان امراته قدام النادي الاهلة هتكون من غير حضور جماهير بناء على الخطاب اللي تركاه من الاتحاد الأفريق لكورة القدم في الساعات الاخيرة الخطاب ده جيه بعد ما كان الهلال اعلن عن حضور 15 الف مشجع وبدأ يطرح تذاكر المباراة كمان طيب رجع لنا مرة اخرى هيسم السباط المتحدث باسم نادي الهلال السوداني كابتن هيسم اتفضل يا فنم كنت بسألك هل هتتواجد جماهير نادي الهلال في المدرجات في مباراة الال القادمة الموقف حتى الان وقفين عندي صباح اليوم اتان خطاب من الكاف بالمواطرة اللي عب في نادي بالمواطرة لجمهور الهلال بعد عدد 15 الف متفرج ومشجع ونهاية اليوم اتان خطاب من نفس الاتحاد الرضيغي بمنع الجمهور اللي تقول المباراة ده ببساطة يعني الصبح اقل لك الجميل هتحضر بالليل اقل لك مش هتحضر طب هو وافق ليه وافق ليه ورفض ليه بعد كده هذا يجعل عنه الاتحاد الافريجي هذا ايه؟ اه يجعل عنه الاتحاد الافريجي واتانا خطاب من غير تبرير خطاب الرفض اتاني من غير تبرير من غير تبرير طيب هل قدمتوا احتجاك؟ هل خدتوا خطوات اخرى؟ الخطابة تعني مدخرا سيجتمل عن قدم المجلس الهلال للساعة التاسعة صباحا وسيتخذ غرارات وما تحفظ صيبة ناعد الهلال واحترام جمهوري الكلام اللي نشر ان انتو بتفكروا فيه عدم استكمال البطولة والانسحاب من البطولة الكلام ده صحيح؟ حتى الان المجلس لم يجتمل عن المجلس وفيه الغرار الذي يراه المجلس مناتبا اذا كان المواصلة في البطولة والانسحاب هذا ضرور المجلس قضا يجتمع الساعة التاسعة طباحا اه يعني انت بتقولي دلوقتي ان الانسحاب ضمن الخيارات وده هيحسن بكر؟ نعم تمام لا اسمع وجيدا بقولك انت بتقولي انه الانسحاب ضمن الخيارات اللي ممكن تسمعني كويس كده؟ اه كده سمعت سامعني كويس طيب انا بسألك بقولك انت بتقولي انه الانسحاب من البطولة ضمن الخيارات اللي هتبقى مطروحة بكرة في اجتماع مجلس الادارة مظبوط؟ انا بقولك انه قدا ان شاء الله سيغرر المجلس ماذا اي حدث؟ ما بين الاستمرار في البطولة او الانسحاب؟ هذا سيغرر المجلس مفهوم انا فاهم غدر ان شاء الله انا متفاهم انه المجلس اللي هيكرر غدر انا بسألك ان دي الخيارات المطروحة يعني؟ هي كل الكل لكل الخيارات متاحة كل الخيارات متاحة كابتن هيسم السباط المتحدث باسم النادي الهلال السوداني انا بشكر حضراتك شكرا جزيلا هو قال لي انه بكرة لو حرككم السوت ما كانت شواضح بشكل كويس المتحدث باسم النادي الهلال السوداني قال لي ان هيبقى في اجتماع غدا لمجلس دارة النادي الهلال عشان يشوفوا هيكملوا البطولة ولا هينسحبوا من البطولة بعد قرار الكاف بعدم تواجد الجماهير في مباراة اليوم الجمعة قدام النادي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا خلونا نشوف أنا أعتقد الهداء هكامل إن شاء الله والأمور هتعدي بس طبعا الهداء من حقه أنه يدور على حقوقه لو كان لي حقوقه ويفهم على أقل من الكاف هو ليه تم منع الجماهير بعد الموافق على حضور الجماهير من حقهم طبعا يمشوا الطريق ده لأخره فاركو النهاردة زي ما قلت لكم فايز على أمبي واحد سفر بهدف أحمد مودي في الديها 67 من راكل الجزاء بقراركم تاني النتائج عشان تشوفوا معنا الأهداف الهدف أمام حضراتكم هدف الفوز لفريق فاركو هدف جاء من ضرب الجزاء زي ما قلت لكم أحمد مودي فاركو عامل الأداء محترم تحسن أيضا زي ما اتكلمت على فيوتشار نفيوتشار تحسن عكس بداية الموسم ومفهوم نفيوتشار أول موسم دي في الدورة فطبيعي كان هياخد وقت أقبل ما يدخل في الموت خاصة أنه مع تشكيلة محترمة فاركو كان نفس الأمر بدأ يتحسن روايدا روايدا ويقدم مباراة كبيرة علمة أنه هو بلعب مع فريق تكتكيا رائع جدا مع كابتن حلم طواله هو فريق أمبي ولكن قدر يحسم النهاردة الفوز دي مباراة الإسماعيلي وبيرامدز هدف حسم برقصية من أحمد سامي في الدقيقة 64 كان الإسماعيلي بيحاول في المباراة دي كان ماشي بشكل معقول جدا في هذه المباراة ولكن الإسماعيلي أوجعه تتزايد تتزايد كل شوية وبيرامدز الآن في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز انتظارا للنادي الأهلي ومعجلات النادي الأهلي بيرامدز أداءه رائع بيرامدز أداءه مميز بيرامد زي ما قلت لكم من أول الموسم هو منافس حقيقي هذا الموسم لأهلي والزمالك على لقب الدولي أما الإسماعيلي فالإسماعيلي موقفه يزداد صعوبة يوما بعد يوم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اه الاحوال قبل مواجهة الزمالك وسجراتها في انجولا ان شاء الله يعني من شوية كده الفريق الحمد لله وصل كل نفس قباله في المطار اه حسب ما فهمت منهم الرحلة كانت مريحة والاجراءات منصرة في الخروج وتم انتقالهم للفندق بدون اي مشاكل وتسكنهم الحمد لله الامور بالنسبة ليه المساحات اجروا اللعبين مساحات اه طبعا اه ما عنديش بعض التفاصيل بس كلهم في الفندق حاليا يعني كلهم كويسين الحمد لله اه الحمد لله كلهم انتقلوا الى الفندق عايز الحركة على ملعب المباراة الحضور الجامهيري المصريين جالية مصرية الاعداد هتبقى عاملة زي التفاصيل المتعلقة بالمباراة نفسها اه وحضرتك عارف طبعا ان المباراة بتاعتنا هتتم اه في نفس اليوم مع مباراة تانية لنفس المجموعة الوداد المغربي اما بالنسبة للجمهور فحضرك عارف ان سجراء ده نفسه مقره النادي مش في الواندا مش في العاصمة ده اقليم بعيد شوية كان ناوي يلعب على الملعب بتاع النادي بتاعه لكنه لم يتم اجازته من قبل الكاف وبالتالي فهو كمان انتقل بعيدا عن قاعدته الجماهيرية في محافظة لوندا نورت اعتقد ان وفقا للثوابق والقيود المفروضة علشان كورونا وكده قد لا يتجاوز الحضور في الملعب 25 من ساعته وانا اعتقد عدد كبير برضو للملعب ملعب ضخم ملعب 11 نوبمبر ده من ملعب الاجبر في انجولا ساعته حوالي 40 الف متفارج لم يكن حقا سفير محمد صفوت سفير مصر بانجولا انا بشكر حراك شكرا جزيلا على هذه المداخلة طيب نكمل مع حضراتكم زي ما قلت لكم نتائج اليوم كان فيها فيوتشر فائز على البنك الالي بهدفين النظفين هدفين دي ناصر ماهر ومحمد فاروق ناصر ماهر سجل هدف فيوتشر الاول في الديئة 28 ومحمد فاروق سجل الهدف الثاني لفريق فيوتشر في ديئة 87 واللقاء شهد محمد دبش الهداف هي قدام حضراتكم هدف رائع ليه ناصر ماهر الهدف الاول لعب مميز ولاعب رائع وبدأ كمان يرجع تاني لمستوى رائع فيوتشر اللعبين كلهم بدأوا او بدأوا يدخلوا في الجيمي يعني زي ما بيقول محمد فاروق هدف بالشاكة يعني محمد فاروق حتى ما احتفلش حتى انا كنت قاعد مع بعض الاصدقاء تصورت انه كان لعب سابق في البنك الاهلي بس هو ما احتفلش عشان نحس انه الهدف فيه سكة شديدة وفي وقت كمان فيوتشر كان مسيطر عن المبراء وبيضيع العديد من الفرص بسبب النقص العددي للاعبي البنك الاهلي بس الاداء في المجمل زي ما قلت لكم اداء فيوتشر في الفترة الاخيرة اداء مميز واداء رائع جدا طيب نكمل مع حضراتكم عزين نكمل اخبارنا النهاردة محمد شناوي حارس الاهلي بشكل كبير جدا هيكون موجود فيه مباراة سانداونز يوم 25 في الجولة الثانية لمباريات الفريق في دور المجموعات بدور ابطال افريقيا وحاليا بينفذ برنامج علاجي مكسف وخاص جدا عشان يكون جاهز للفترة اللي جاي شناوي هيكون جاهز لمطش المكاصة في الدوري يوم الثلاث اللي جاي كمان لكن الجهاز الطبي فضل انه يرجع قدام فريق سانداونز عشان يطمنوا بشكل كبير على حالته شناوي زي ما الحراراتكم معارفين كان عنده مزق فيه العضلة الخلفية مع المنتخب كده خلاص هو مش موجود في مباراة الإلال وغالي ما مش هيبقى موجود في مباراة المكاصة اللي بعدها في الدوري الممتاز يوم الثلاث بيتسو مسماني النهاردة المدير الفني للنادي الآلي قال في تصريحات مع اتحاد صحفين كرة القدم في جنوب أفريقيا ان ما فيش معايير محددة للمنافسة في كأس العالم الأندية وان المفروض نظام البطولة يكون مختلف عن الوضع الحالي لان ما ينفعش فرق أمريكا وأوروبا تيجي على نصف النهائي على طوله وكمان انتقد فكرة ان يتم ايقاف اللاعبين اللي خدوا انذرات في الأدوار الأولى لو تأهلوا للنصف النهائي لان كده ما فيش منافسة مع فرق جات البطولة جاهزة ومستقلة طيب ده كلام يعني من الأشياء اللي أنا كنت بتكلم محضراتكم فيها كثيرا انه انت بتلعب بطولة علامية حقيقة بكلم الفيفا دلوقتي او يعني او بلاش بكلم الفيفا يعني بس اقصد انه الفيفا نفسهم فاهمين ان البطولة دي بطولة علامية حقيقية زي كاس العالم مثلا كاس عامل المنتخبات اللي فيها الحزوز المتساوية اللي كل الفرق بتلعب مباريات متساوية بنتكلم من الأدوار الأولى يعني ده بيحصل في كاس عامل انده لأ هو البطولة معمولة بصراحة شديدة يعني عشان فريق او بطل امريكا الجنوبية يلعب مع بطل اوروبا النهائش هي دي الحكاية هي دي القصة وفي النص كده بقى ايه نجابل افراقيا ببطل افراقيا نجابل نجابل بطل أسيا نجابل بطل كونكا كاف ببطل كونكا كاف دي الحكاية لكن في الأصل هو اللي قاله النهاردة موسماني انه لأ البطولة غير عادلة حرام انه مثلا الاهلي لعم مباراة أو يعني بطل أفريكا لعب مباراة وبعد كده يلعب مباراة تانية قدام بطل أمريكا الجنوبية أو بطل أوروبا وبطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية يجي يلعب مباراة واحدة يكسب بيها يوصل للنهائي مش عدالة مش عدالة حتى على المستوى البدني يعني لو فرضاً تعملنا مع بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية أنهما بدأوا من الأدوار الأولى ممكن يكسبوا برضو بسرعة ويوصلوا للنهائي بس على الأقل يعني المعايير البدنية تبقى قريبة شوي على الأقل يعني طيب أنا كنت كلمت في القصة دي قبل كده تحديدا بعد مواجهة الأهل وبالميرس في نصف نهائي كأس العالم الأندية فعش كمش عايز أطول مع حراراتكم فيها مرة أخرى كنت قلت لكم من كام يوم إن محمد هاني هيرجع منتخم مصر تاني محمد هاني بعد المستوى اللي أقدمه مع النادي الأهل في كأس العالم الأندية وبعد مكان كالوس كيروش من الأول مقتنع بإمكانياته بس عشان هو ما كانتش اللعب ما كانتش بيشارك بشكل أساسي مع النادي الأهل فما قدرش كالوس كيروش ياخده المنتخب دلوقتي محمد هاني شغال بشكل أساسي مع النادي الأهلي ووارد جدا أنه يبقى مع المنتخب خبرنا بيقول إيه بقى إن كابتن وارد جمع المدير الكرة بالمنتخب كلم محمد هاني قبل سفر النادي الأهلي للسودان وبلغه إنه بشكل كبير هيكون موجود مع المنتخب في مباراة السنغال ومن نقطة حلوة جدا كالوس كيروش بجالب إنه هو مدرب خبير من عينه يعني يعني يقدر يشوف اللعب الكويس واللعب اللي مش كويس طبيعي بحكم خبراته الكبيرة بس هو مدرب يعتمد على الستاتيستيكس الأرقام الإحصائيات بتاعت كل لعب اللعب ده قدم إيه في المباراة بيسمع أو بيشوف الأرقام دي يعني ممكن أنت تشوف لعب تقول عليه كويس هو يقول عليه مش كويس ليه مش كويس يا ميكروش الراجل احنا شايفينه عمالي تنطق الكورة ويجيب جوان ويعمل حاجات لا أرقامه مش كويسة يعني يبقى أرقامه مش كويسة أرقامه مش كويسة يعني مثلا مثلا تمريراته القسيرة قليلة تمريراته الطولية مش كويسة استخلاصه للكورة من المنافسين مش قد كده فأنت الأرقام دي ممكن أنت ما تشوفهاش حاجة مهمة بس المدير الفني لازم يشوفها حاجة مهمة لازم يشوفها حاجة مهمة عشان المدير الفني مش زي وزيك احنا بنقول الله على الترئيصة بنقول الله على الكورة لما تخش جون لكن المدرب عنده أمور كتيرة في الملعب بيبقى حاسبها بالأرقام أنا مش بتكلم على كالوس كيروش بس ده كل المدربين في العالم بيشتغلوا بالطريقة دي آه طبعا طبعا الجزء الفني والجزء اللي ابتكاري عند المدير الفني ده جزء الأكبر بس جزء الأرقام والإحصائيات دي ده الجزء بقى مهم جدا لأي فريق أو منتخف في العالم وكلوس كيروش بيشتغل بالطريقة دي لتحايد دولي لكلة قدم فيه فاقطار هدف محمد هاني في مرمى منتيري وهدف عمر السلائف في مرمى الهلال ضمن أفضل خمس أهداف بطولة كأس العالم الأندية لقيمة مؤخرا في الإمارات وفاز الأهلي فيها بالمدالية البرونزي الأهداف أو ترتيب الأهداف الخمسة ماتيوس بريرا لعب الهلال السعودي في شباك الجزيرة وعبدالله ديابي لعب الجزيرة الإماراتي في شباك بيري بطل تهيتي وعمر السلية في شباك الهلال السعودي ودودو لعب الميرس في شباك النادي الأهلي وهدف محمد هاني في شباك منتيري المكسيكي دول الأهداف اللي اختاروا من اتحاد الدولي أنه يبقوا موجودين كأفضل خمس أهداف في هذه البطولة مسؤولي نادي الزمالك نجحوا في استخراج الكرنيه الخاص بأحمد عيد من اتحاد الكرة المصري بعدما قطع إعارته مع الإسماعيلي لكن الزمالك فاجئ ان اتحاد دولي لكرة القدم فيفا رفض قيد اللاعب في صفوف الزمالك لأن النادي موقوف من القيد الاتحاد الدولي فسر ده أن الزمالك مش من حقه قيد أحمد عيد لأن اللاعب لم تنتقع عارته من النادي الإسماعيلي أشرحها لكم بشكل بسيط أحمد عيد معار من الزمالك للإسماعيلي لنهاية الموسم جيزة مالك في يناير قال للإسماعيلي ادونا اللاعب بتاعنا عايزينه يكمل معانا الموسم عشان احنا عندنا نقص في العناصر بسبب إقاف القيد بمنطق انه ده لعب معار وبالتالي ينفع يبقى موجود في فريق مش هشتري لعب جديد فراح لتحاية الدولي فاجئ نهاي دي الزمالك قاله لا استنى اللاعب المعار من حقك أنه يخش القائمة لو أنهى أعارته مع فريقه المعار ليه أنهىها تماما مش اتقطعت الأعار يعني أنهى الفترة اللي كانت في التعاقد فترة أعارة اللاعب للإسماعيلي كانت موسم يعني لنهاية الموسم يرجع الزمالك بعد كده تمام الفيفا ما عندهش مشكلة يرجع في نص الموسم لا الفيفا عنده مشكلة فللأسف فللأسف أحمد عيد كده مش هيكمل الموسم مع نادي الزمالك لا أحمد عيد هيكمل مع الزمالك ولا هيبقى موجود مع الإسماعيلي وكده الموسم انتهى بالنسبة لأحمد عيد وكده الزمالك للأسف برضه مش هيقدر يستفيد بأحمد عيد في الفترة اللي جاية لحد نهاية الموسم دي الحكاية بتاعة أحمد عيد وموقفه في الفترة الحالية طيب نكمل مع حضراتكم مبارياتنا يوم الخميس اللي هي اليوم إن شاء الله في الدورة المصري المصري البورسعيدي هيواجه سنوات كولوباترة الساعة خمسة ونص مباراة كبيرة ومباراة فيها كورة حلوة في الدورة الوروبي زينة سان بيتلسبرج هيواجه ريال بتيس الساعة تمانية اللاروب وبروسيا دورتوموند هيواجه فريق جلاسكو رينجرز الساعة تمانية اللاروب وشيريف هيواجه سبورتين براغا ساعة تمانية اللاروب برشلونة ونابولي الساعة تمانية اللاروب أيضا وأطلانتا وولمبياكوس الساعة عشرة مساء أشبلية ودينمو زغرب الساعة عشرة مساء بورتو والاتسيو الساعة عشرة مساء في نفس التوئيد أيضا لايبزيك هيواجه ريال سويسيداد الساعة عشرة زي ما قلت لحضراتكم دي مباريات دوري أبطال دوري دوري الأوروبي دوري الأبطال الأوروبة خلاص 3 و4 الخميس يتلعب اليوروب بليج الدوري الأوروبي حسام حسن وإبراهيم حسن عندهم حكايات كتيرة جدا بفكرة التوئم اللي في ملعب كرة القدم حسام حسن وإبراهيم حسن كان المداربين ساعت ما بيعرفهمش من بعض إحنا كجماهين ما كناش بنعرفهم من بعض هيكرة دلوقتي مع إبراهيم ولا كرة مع حسام مين اللي بيحتفل حسام ولا إبراهيم كنا دايما بنتلغبط في دلوقتي توقم في نادي سيدي سالم بكفر الشيخ عندهم كصة حلوة مصطفى ومحمد واحد مدافع وواحد مهاجم زي إبراهيم حسن واحد مدافع وواحد مهاجم نروح نشوف تقرير لطيف لذيذ حلوة هتستمتعوا به لمواقف الاتنين اللعيبة دول وبعد كده هنستقبل الكابتن الكبير كابتن فتحي مبروك المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي خليكم معنا ايوا طول عمرنا مع بعض عمرنا ما سبنا بعضي في نادي أنا بلعب صنع لعاب وساعات مساك وساعات هافلفت ساعات دي رؤية مدير الفني مش بتاعتنا بس الأغلبية يعني بنبدأ المباراة أنا بلعب فيروت صريح وساعات بلعب صنع لعاب وروية المدير الفني هي بقى اللي بتخلنا نلعب مع بعض يعني أقعد واحد يقعد واحد يلعب عادي يعني مش بتفرر أهم حاجة روية المدير الفني كتير حصل كتير يعني من أكتر الناس المرتبطين ببعض يعني عمرنا ما سبنا بعض في أي حاجة ارتباط في الشغل في الكرة في الحياة كنت من فترة ريبة كده بخطئ فمحمد دعت قدام الباب خطبت وهي ماشية كده قدام الباب كدت بتحسبه هو وهي ماشية وسلمت عليها لأنني في موقف تانا حصل معنا كنا في السنوية العامة كنا أول سنة نروح كنا لسا محوالين مدرسة فمصطفى قابل مدرس على السلق فاتخني معا فالمدرس ده جالي للحصة كنت أنا في فصل ومصطفى في فصل فزنبني بقى وبيحسبنا هو فقال لي ببغير الفصل ده وبتاعه وعشان ايه ماشطهقني بقى راح الفصل التاني لقى مصطفى كان بقى يتخني معا وبيحسبنا أنا بزوله وبتاع ما يعرفش ان احنا اتنين بقى وانا عادت اقنعهم مش انا اصلا اللي قابلته على تسلم فعرب بقى بعد ايه كابتن حسام حسام مسلا على اي حد في مجال الكورة اذا كان فيرويد ولا مدرب ولا اي حاجة في مجال الكورة كابتن حسام وكابتن ابراهيم مثال حي لأي حد في الدنيا اذا كان في الشغلة او في الحياة عمومة ملتزمين في كل حاجة يعني الكابتن حسام دلوقتي في مجال التدريب عامل طفرة كبيرة واي حد في مصر بيتمنى ان الكابتن حسام حسن يكون مدير فني للمنتخب كابتن حسام وكابتن ابراهيم كدوة لنا من صغرنا ونفسنا نبعى زيهم حتى في لعب الكورة او في مجال التدريب هما كدوة لأي حد واي حد دلوقتي بيتمنى ان هما يكونوا مدربين للمنتخب مصر واحنا برضو من الناس دي اللي بنتمنى نشوفهم مدربين للمنتخبنا الوطن عالميا كريستان رونالدو محليا كان كابتن حسام غالي الكابتاني مثل الاعلى على مالي فاندوسكو نجم البار ميونيخ وفي مصر هنا مفيش غير الكابتن عماد متعا بتمنى ان انا اكون شخصية مهمة في البلد عندنا ان انا ساعد كل الناس ما سيبش حد غلبان في البلد عندنا بتمنى ان انا لو الحظ ما جاليش بيت لعب في الدور الممتاز ان انا اكون مدرب ان شاء الله في منطقة مصر فبرا الكورة وفي الحياة اتمنى ان انا اكون شخصية عامة مهمة واحضر اساعد الناس اللي محتاجة المساعدة يخوض الثناء المصري الاهل والزمالك مبارتين همتين في مشوارهم القاري بدور ابطال افريقيا حيث يحل الاول ضيفا على الهلال السوداني فيما يواجه الثاني ساجرادا بطل انجولا الاهل حامل اللقب والساعي للحصول على اللقب الثالث تواليا والحادي عشر في تاريخه ينزل ضيفا على الهلال السوداني الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات في لقاء مؤجل بسبب مشاركة المارد الاحمر الناجحة في كأس العالم للاندية مواجهة الاهل والهلال التي تعد بمثابة ديربي عربي تاريخي دائما ما تشهد متعة واثارة كبيرة خاصة في ظل الكوكب الجديد من اللاعبين في قائمة بطل مصر وممثل السودان وهو المتوقع في مواجهة الجمعة حيث يخوض المارد الاحمر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق برونزية كأس العالم للاندية للمرة الثانية على التوالي بفوز عريض على الهلال السعودي برباعية نظيفة فيما يدخل الموج الأزرق اللقاء بحثا عن تعويض الهزائم الأخيرة أمام حامل اللقب وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على حجز بطاقة التأهل في المجموعة الصعبة خصوصا بعد السقوط في الجولة الماضية أمام سانداونز بهدف دون رد وفي المجموعة الرابعة يحل الزمالك ضيفا على سجراد الأنجوليد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مباراة لا بديلة فيها عن الفوز للفارس الأبيض إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور التالي لا سيما بعد التعادل في الجولة الماضية أمام باترو أتلاتكو باستاذ القاهرة بهدفين لمثلهما الزمالك يخوض مباراته وسط ظروف صعبة بعد خسرته أمام سموحة في الدور المصري وهي الخسارة التي فتحت الباب أمام الجماهير للمطالبة برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي يسعى لمصالحة الجماهير البيضة إذ ستعني أي نتيجة غير الفوز توقف الديك الفرنسي عن الصياح مع الفارس الأبيض أهلا بحضراتكم يشرفني ونوارني في هذه الفقرة الكابتن الكبير كابتن فتح مبروك المدير الفني الأسبق للنادي الأهلع كابتن فتح مشرف ومنور أهلا بي كريم إزايكم أنا ساعدني معاكم ساعد في البراوة الجامعة أنا بسعى دايما بوجودنا جابتن فتح طيب هاكم من التأليل وأبدأ بيه النادي الأهلي والمواجهة الكبيرة قدام الهلال يوم الجمعة إن شاء الله مطالب إيه من الأهلي في هذه المواجهة اللي دايما بتبقى صعبة في السودان يعني مواجهة الأهلي والهلال في السودان حتى لو الأهلي كان فارق في المستوى الفردي والجماعي بتبقى المواجهة صعبة الأهلي يتعامل مع هذه المواجهة لا إن شاء الله النادي الأهلي طبعا بعد طبعا بطولة الأندية سالعالم وخاد البرونزية النادي الأهلي فيه ثقة في الأداء فيه ثقة أيضا في الجهاز الفني فيه ثقة أيضا في أداء اللعبة اللعبة دلوقتي عندها خبرات كويسة يعني هيقدر يلعب الهلال السودان هناك وأنا واثق تمام السكن إن برضو المتيج بص الإمكانيات الفرقتين تلاقي إمكانية الأهلي أحسن يعني بكتير وأتمنى طبعا الفوز إن شاء الله النادي الأهلي إنه آه زي أنت قلت كده كريم المتشط دائما فيه السودان بتبقى فيها صعوبة شوية أيوة فيها صعوبة من ناحة الطاقس فيها صعوبة من ناحة الملاعب والجماهير وكل هذه الأمور ولكن النادي الأهلي لعب قبل كده ولعب كتير يعني حيب مع المريخ ولعب مع الهلال ولعب وأتمنى إن شاء الله فوزي الأهلي في هذا اللقاء إن شاء الله يوم الجمع للقياب الجماهير هيكون مفيد للنادي الأهلي يعني النقاط القوة اللي بيلاعب بيها الهلال دايما الجماهير والإستاد وطبعا إمكانياتهم رجاب الجماهير ممكن يفرق مع النادي الأهلي لا هيفرق طبعا هيفرق لأن برضه هما الجماهير في السودان بيحبوا فرقهم أو بيحبوا المريخ الهلال كل الفرق دي بحبوها وبيشجعها طول الوقت ولكن الآهلي شبراته في كرة الأفريقية كبيرة حتى لو حضر جماهير لا النادي الأهلي اللي أسلوبه ليأداءه ليفكره وزي مرتدي اللعبة خبرات اللعبة خبرات كويسة جدا في كرة الأفريقية إمكانيات النادي الأهلي واستكراره الفني في الفترة الأخيرة مع مدير فني جيد ورائع جدا بيفوز ببطلتين دولة أبطال أفريقيا برونزيت كاس العالم مرة تانية على التوالي أيضا تؤهله أنه يحتفظ باللقب إن شاء الله إن شاء الله مشهور الآهلي كويس ومشهوري زي ما قلت لك النادي الأهلي دائما نادي بطلات يعني أي مدير فني النهاردة بيبقى متواجد في النادي الأهلي لازم يبقى النهاردة عنده رؤية لبطولة سواء دوري عام سواء كسر ربطة سواء بطولة أفريقية عنده رؤية دائما لإنه بيبقى مطالب مطالب من الجماهير الآهلي وأعضاء النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي والإعلام في النادي الأهلي كل ده مطالب من المدير الفني لحقق بطولة طيب دي المباراة الأولى في الدور المجموعات للنادي الأهلي أما نادي الزمالك فدي المباراة التانية لي بعد التعادل مع بيترو أتليتكو في المباراة الأولى بسوء حظ بصراحة يعني سوء حظ المباراة الأولى وطبعا أكيد كان فيه أخطاء فنية وأخطاء فردية وارد أي خسارة نقاط يبقى فيها كل شيء بس طبعا حظ العاسر بصراحة كان ويف قدام الزمالك في هذه المؤجرة الأول الزمالك خسارة في الدوري تعادل في بطولة أفريقيا أمام بيترو أتليتكو والأمور صعبة ولكن هو بلعب مع منافس المفروض أنه هو أسهل منافس في المجموع يعني أنا بقول برضو الزمالك يعني أنا بشابهه برضو يعني زي النادي الأهل برضو نادي بتقوله عنده لعيبة خبرات كويسة جدا عنده لعيبة دولين كويسة جدا لعب على المستوى الأفريقيا في قده كتير وفي لعبة طاقسة بقى وملاعب وكل هذي الأمور ولكن شاف الماتش الأخير مع بيترو أتليتكو لا الفرقة ما كانش كويسة بصراحة يعني إدى فرصة للبيترو أتليتكو أنه يمسكور أنه يهاجم نادي الزمالك وانادي زمالك بتلعب في ملعبك المفروض النهاردة بتلعب عندك الأسلوب وعندك التكتيك المناسب لهذه المباراة وإنت تقدر تخلي دايما فرقة منافسة النهاردة تحت ضغط طيب سأنا عمل إياه كابتن فاتح لما يبقى عندي 4 أو 5 كور في العرضة وكور جنب العرضة ما أنا فيه فيه سوق حظه فيه سوق توفيق إذا فأنا ساعت بحط بحط نفسي مكان حضراتك إنت مدرب وقف على الدكة برا عملت وطبا عمل ليه تانيش لا فيه سوق ساعات أحيانا الفرقة بلازم سوق توفيق أو ساعات إهضار فرص سهلة جدا ولكن زي ما قلت لك برضو الزمال تكونوا يتعدل بيترو أتليتكو هنا في القاهرة برضو بيبقى صعبة شوية بعد كده خسر المباراة مباراة سموحة فالأمور تتأزم أكتر يتعامل إزاي مع مباراة زكرادة مع هذي الظروف الصعبة أنا بكلمك على الناحية المعنوية قبل كبير لا ومسا طبعا أنا يمكن دور برضو مجلس إدارة ناس الزمالك المفروض يعني برضو إذا كان هناك هزيمة سموحة وتعادل مع بيترو أتليتكو لازم يبقى النهاردة فيه اجتماع حتى مع اللعيبة برضو فيه حوافز فيه النهاردة دافع قويس جدا دافع معناوي النهاردة خلاص نحن ببتدي حتى بنعمل ستارت جديد في المباراة القادمة فدي دور مجلس إدارة ودور طبعا لو فيه مشرف على كرة القادم أو لجنة كرة القادم في ناس الزمالك ده دورهم لأن طبعا فيه اللعيبة نفسها والمدير الفن الكرترون هو أين تحت ضغط جامد قوي مخصوصا بعد برضو الهزيمة من سموحة 2-0 في الدور العام فيه ناس حمال الكرترون كل هذه الأخطاء سواء التعادل أو الخسارة بعد كده فيه ناس تقولك لأ لعيبة نادي الزمالك هم لعبون كبار المفروض يبقوا بمستوى أفضل من كده بروح أكتر من كده انت تحمل مين المسؤولين يبتكلم فيه خسارة سموحة وتعادل لا هو دائم بيبقى فيه دور مدير فني يعني دائما الناس خلي بالك برضو الإعلام دائما بيحمل المدير الفني يعني برضو لو خسر حتى لو سوق توفيق زي ما قلت لك كده وتعادل الزمالك مين السبب بالمدير الفني فأحيانا بيبقى المدير الفني برضو ده كابتن فتحي أحيانا المدير الفني بيقعه مخطئ ممكن في تشكيله في اسلوب لعب وفي تكتيك مخطئ ولكن برضو اللعب بيقى لهذا دور كبير جدا وده دور المدير الفني من خلال توجيهاته ومن خلال تعليماته ومن خلال المحاضرة اللي قبل مطش بيوم أو بيومين خلاص عارف اسلوب اللعب وعارف تكتيك اللعب فكل هذه الأمور ان اللعب بينفز للي أنا عايزه اللعب انت النهاردة عندك النهاردة برضو خلي بالك جهاز جهاز مساعد النهاردة بيقف يتكلم يدي تعليمات وهذه الأمور هتقولنا كرة تانية يا كمان عبدالمنعم دي قبل ضربة الجزاء عشان عايزة أسأل الكابتن فتح مبروك عنها شوية عشان محمد عبدالمنعم تحمل انتقادات عنيفة جدا من جميع النادي الزمالك في هذه الكرة حديدا في تقطيته للتسلل وفي ضربة الجزاء عجابة لحضرتك مرة أخرى تلوقتي عشان هلاج تحلل لي هو كان المفروض يتعامل زي محمد عبدالمنعم مع الحورة دي محمد عبدالغاني عفوا محمد عبدالغاني حافظين يحنا محمد عبدالمنعم يما انتقاسم هو مر افريكية عايش معنا شوية متقلق ومبدع محمد عبدالمنعم محمد عبدال nomination هو مدافع كبير أيضا بصراحة كابتن فتحي وهو مدافع محترم يعني يعني أنا بس س tayب عليه شوية أنه شال الليلة شال الليلة محدودة أي حد تلاعي تلعت عند بعد الماض أي حده في الديفنزي بن مخت armpit يشيل traps يشيل النهاردة العزيمة.. يشيل نهاردة سبب في العروس دي هي حاجات وردة في كرة القدم ومن ذمان يعني مش جديدة أنهBO أي حد ون guards يعمل مسؤوليت حتى يحروس أن يعمل رائعاتوا widget و aqueles gens دائما بتفتكروا شيئاً دي غير الفروت بد Vaccidella ما بيجيه جول في ماتشظة زاكرة ان randomly تبقى لطول الفروت عادي وتعادل قريبة معاكم يا كابتن بص تفضل بقى كابتن فعل لا هو فيه دفاع محمد أبرغان يعني فيه دفاع النهاردة كان لازم يعمل بص هو مغطي خلاص الأفصائت ولازم يبقى فيه هنا أنا هعمل دلينج دلينج ده تعطيل تعطيل للفيرود مدخلش مندفع هدي فرصة الزميلي يبتده يرجعه هدي فرصة لخط الدار يبتده يرجعه وعملية دلينج دي وهم في كرة القدم النهاردة ليه دايما حسب الدار بجزال لانه فيه دفاع انت حطيت نفسك النهاردة واحد بده واحد ممكن النهاردة الفيرود يبقى فيه مهارة كويسة جدا يقدي ياخده بالجزال ولكن عملية الدلينج التعطيل هنا دي مهمة جدا وخصونه بعيد يعني مش النهاردة مش مواجن المرمى بعيد النهاردة عملية خير دي كانت مهمة جدا جدا لمحمد عبدالغان عايزة خلش محرك شوية على الدوري الممتاز رجع الدوري بكل المباراته الحلوة مباراته اللي فيها بعض المفاجئات وبعض الأمور الطبيعية والمنطقية نبدأ به هذا الأسبوع الأسبوع التاسع كان مبارات الاتحاد اسكنداري وآستان كامباني وآستان كامباني بياخد نقطة عشان يبدأ يفوق شوية كابتن علاء عبدالعال من نتائج سيئة جدا منذ بداية الموسم النقطة التانية لفريق آستان كامباني والاتحاد من وجهة نظر الاتحاد والجهاز الفاني الاتحاد إن هما أحضروا نقطتين في هذه المواجهة المواجهة دي اللي كاسبان فيها اسطان كامباني طبعا يعني برضو خلي بالك اسطان كامباني يمكن في الترتيب الأخير وعنده نقطتين وكان عنده نقطة قبل هذا اللقاء صح يعني برضو وماكسب شواله ماتش وكانت هزام بصفة مستمرة كابتن علاء يمكن لعب هزين مبارأ بأسلوب كويس بأسلوب كويس وكانه هو حتى يعني هو كان حتى بعد الاتحاد ما سجل هو كان عايز سجل يعني عنده الرغبة يعني حتى التغييرات الأعمالة كان عنده الرغبة فيه إحراز هدف التعادل وفعلا نجح الكابتن علاء فيه فعلا ياخد بنته من نادي الاتحاد السكندري ودي خسارة نادي الاتحاد السكندري لأن اسطان كامباني كل الفرق يثبته في ترتيب في ترتيب الأخير صحيح الاتحاد دلوقتي في المركز السابع برصيد 13 نقطة اسطان كامباني في المركز الأخير بنقطتين الاتحاد عنده تشكيلة حلوة وعنده فرقة محترمة جدا وبالتأكيد عنده جهاز فن كبير بقاعدة كابتن حسام حسن أحيانا بحيث الاتحاد بيعرف يحصد نقاط صعبة جدا وأحيانا بحيث أنه يهدر نقاط سهلة جدا هو أهضر في المباراة بسراحة يعني برضو خلي بالك اللعيبة دايما ما تحس من الفرقة من الفرقة اللي بتلعيب لأ دي فرقة لا باللعيب تركيزه حتى بيبقى لال جدا ولكن ده دور جهاز فني برضو خلي بالك أن كرة القدم دائما كرة القدم دائما ما تعرفش إلا الفوز وتعرف الرغبة وتعرف النهاردة الإصرار على الفوز دي كرة القدم مجيش النهاردة عشان الفرقة النهاردة في مركز أخير وبونت ومشعب إيه واللعيب النهاردة تبقى بيرلاكس أو ثقة الفوز في أي وقت لا هو تعامل تعامل فعلا مع كده مع الـ وكان كذبان واحد ولكن إدى الفرصة الـ يتعادل في الآخر ويتعادل بواحد واحد النتيجة طيب مباراة المقصة وقت رائع الجيش السفر سفر المباراة كانت سلبية حتى أداء الفرقين في هذه المواجهة ما كانش أداء كبير لا وطبعا المقصة يمكن برضو يمكن برضو مش فارقة المقصة اللي كنا نعرف مقصة دائما بيبقى في دور كويس قوي حتى بيبقى في ترتيب الجدول تليه الرابع الخامس ولكن دلوقتي هو في ترتيب برضو بالـ الـ الـ الترتيب الـ الـ يعني برضو ترتيب بس مصر المقصة جامع حتى الآن بنتكلم في 8 نقاط نبص بقى على تشكيل مصر المقصة كابتن فتحي تقريبا 90% منها من اللاعبين الشباب عشان ناشى كتير صحيح وعنده قطاع ناشيين كويس وعنده قطاع شبابه كويس فهو بيستثمره ميزان انت مقلت كده انهو خلاص اللاعبة اللي كانت عنده او اللاعبة اللي كانت قوام الفرقة معظمها مش كلها تباعة كله تباعة ويعني الفرقة دلوقتي حتى الميزانية بتاعتها قلت طرق الجيش بقى اللي غريب شوية مش هو طرق الجيش يعني طرق الجيش الموسم اللي فاتت كان موسم رائعة جدا الموسم ده دي لقى الال وفايز وبوطويت سوبر الان في المركز الستاشر يعني بستة نقاط فقط ست نقاط اه يعني برضه حاجة غريبة يعني برضه عارف اللي انا طلعي الجيش برضه عنده الامكانية عنده الامكانيات كويسة وكابتن عب بيسمي كان عامل معهم installment وطلبه ان طلعي الجيش في مركز أنا شايفه برضو مركز لا يونيسب طلاع على الجيش بإمكانياته باللعب اللي عنده لا يونيسب طلاع على الجيش. لا يونيسب. طيب. مباراة أخرى كيات مباراة مهمة. غز المحلة والمكورة العرب. غز المحلة قدر يقتنس نقطة من المكورة العرب. ما ما ده الناس كان نسجل المكورة العرب بهدف أول. ويدر غزل المحلة. يتعادل. بهدف آآ لي محمد فتحاري المدفع الرائع جدا. دي غزل المحلة. مباراة بين محمد عودة المكورة العرب. عبد الحين بسيوني. كان مبادئ للموسم مع غز المحلة بيهدف عبد الحين بسيوني. عبد الحين بسيوني. وفي المحلة قدام كابتن عبد الحميد بسيوني. وكابتن محمد عودة كان معايا. وقال لي أن جميع المحلة استقابلته بشكل محترم وإدارة المحلة استقابلته بشكل محترم. لا يا طبعا. هو بص دائما الجيبرة تحس بالمدير الفن بتاعه. حتى لو راح المقاولين ورجع المقاولين بنائنا عن رغبته. لأنه ابن النادي المقاولين. وقاطعا أنا مش هسيب نادي المحلة وهاجري. لازم أستأذن ناس المسؤول لمجلس إدارة والكلام منهم. هم وفؤولي. وبعدين هو حطي ممكن برضو الشرط الجزائي يا جماعة أخذوا الشرط الجزائي يعني تعامل باحترافية وتعامل باحترام مع مجلس إدارة نادي المحلة. فكون الجماهير بتستقبله استقبال. ده لا. ده جماهير محلة. وطابع جماهير محلة على فكرة. حتى إما كنا بنلعب. النادي الآلي بتلعب ضد غز المحلة. لا الاستقبال رائع من جميع المحلة بصراحة. الكابتان عمد حبيب باسوني مدير فني كبير يؤدي بشكل رائع جزء محلة كليس سعيل. كان مع طرق الجيش قده بشكل رائع وكسب السوبر من النادي الآلي. والآن مع غز المحلة يؤدي مباريات إلى حد كبير. لا أنا مبارح والله شايف فرقة غز المحلة كويسين جداً بيلعبه ورتم سريعة. كرة سريعة. يعني مش عايز اقول لك بيلعبه الوان تاتش وطو تاتش دي في الكرة. ودي حاجة كويسة جداً. انا شايف فرقة غز المحلة. انه عنده لعبة كمان كويسة. عنده لعبة كويسة يعني فعلا. مباراة سموحة والزماء اللي كنا لسه بنتكلم معنا. وسموحة يفوز بهدفين. هدف آآ اول لي صديق جولو. آآ هدف رائع جدا. هدف من الهدف الحلوة اوي. هتقولنا يا جماعة الهدف ده كمان كان هدف رائع جداً. وهدف تاني اللي عا بتجيبيني الوقت اللي كنا لسه جايبيني الوقت الكورة. ضربة الجزاء اللي عملها آآ محمد عبدالغاني. ايه اللي عمله الكابتن احمد سامي عشان يفوز بهزي المباراة. لا احمد بص يعني احمد معنا لعبة كويسة. احمد ايضاً من عنده فكر كويس. احمد عنده فكر كويس. فكر تدريبي كويس. بلعب مات الزمالك. هو مقفل لك مساحات كويسة جدا. بص جمال هدف جمال هدف يا كابتن فالحي. تصويبة تصويبة رائعة. وامو فاجأة جداً لي محمد عبدالغاني. محمد عبدالغاني حرس حظه سايق بصراحة. دايماً يعني. المباراة اللي الزمالك فيها بيبقاش في الفورمة. لا بس يا برضو خدمت. طبعا. لا طبعا. لا لا انا بقولك مش مش خطر لمحمد عبدالغاني. انا بقول حظه وحش في النتائج يعني. مش على مستوى الأداء. بص بقى زي ما قلت لك وجونة تانية. عملت ليه? خليك فيه هدوء. خليه وطلع على برة كده على وهدوء. ما غير ما تحصل اي التحامات. لان اي التحام في مطقة الجزائي خلاص. ضرب الجزائي يعني. صحيح طيب. هنروح ليه الكابتن الكبير كابتن آآ مجدي عبدالعاطي المدير الفني ليه فريق آآ فاركو معايا على الهاتف الان هنية على فوزه اليوم يا كابتن مجدي صباح الخير مشرف ومنور ومليون مبروك الفوز النهارة. يا ابن عبدالك فيك كريم والله خليك. تحياتي ليك وتحياتي الكبير كابتن. الاداء. 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 مبروك رئيس النهارة. طبعا. ربي امارك فيك. الله خليك. الاداء مباراة بعد مباراة يتحسن. وفاركو بداية الموسم غير فاركو المباراة الاخيرة. اداء محترم. وايضا النتائج تتحسن بشكل كبير جدا. لحد ما نشوف فاركو الان في المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز. فوق فرق كبيرة وعريكة. ولها باع في الدوري الممتازة من التكلم على فاركو الاول موسم لي في الدوري. الحمد لله. اقول الحمد لله. يعني ابروك للعيبة ومجلس الدارة. سفة مجلس الدارة في الجهاز وفي الدعيبة الحمد لله. بتنقل من من مجلس الدارة الجهاز الدعيبة مباراة مباراة. الحمد لله زي ما انت قلت البدايات مكادش موفقها وبعد كده الحمد لله. يعني دبنا نصحح الأخطاء اللي حصلت في الثلاث مباراة الاوليين. وبعد كده دبنا نكسب ثلاث مباراة متتالية. ودلوقتي بنوصل لخمس مباراة. بشوف الحمد لله ان يدفع كويسة جدا. بتكسب فنها كبيرة زي تيم امبي النهاردة. الحمد لله اجمالا المباراة التساين دي احنا متفوقين بشكل كبير. اللعيمة كانت مركزة من بداية المباراة. ثلاث نقط. تفعونا مركز كتير. وحطونا في مكان كويس في الجدول اللي نقدر بنبني عليه. اللي جاي لسه المشور طويل للدول لسه طويل جدا. لكنها بتبقى بتلعب في مكان آمن من غير دغوطات. اعتقد بتدري بشكل كويس. وكمان مبقاش فيه ضغوط على اللعيبة في اول سنة يعني كدوري ومتعد. النهاردة مباراة امبي هي مباراة صعبة. عشان تكتكام بتبقى المباراة دائما صعبة قدام الكابتن حلمي طولان. يا حقيقة. مزموعة. اه وكمان احنا عندنا اه كانت مشكلة تانية ان اه احنا ريسة ملعبين امبي في اه اخر مباراة لنا في كاس الرابطة امام امبي وخسرنا على نفس الملعب اثنين سوف. اه اللعيبة كان عندناها في تنفار كبر جدا من المباراة دي. المباراة اللي احنا ريبناها في كاس الرابطة ما كانش عندنا نوافع فيها. الحقيقة ودينا مباراة اه يعني اه اسوأ مباراة لنا في اه من اول الدوري. اه اللعيبة اتعاهد بعد مباراة اللي اه اللازم نشتغل ونصحح الاخطاء. وفي نفس الوقت اه المباراة الدوري غير مباراة اه كاس الرابطة تنت نقط او البقاء في الدوري بالنسبة لنا السنة دي هو اه الاهم. اه الحمد لله من اول دي او النعيبة عندها يعني اه رغبة جميلة جدا في الفوز. اه الفرص في الشروط الاولاني كانت بالنسبة لنا كانت افضل. على مدار التساني دي اعني مفيش ممكن فرص اه نفرت امبي اه خطيرة على مرمانة واحنا كان عندنا رغبة اكبر في التحقيق الفوز. وتحقق من اه اه ضربة جزائي في الشروط الثاني. باشكر العيبة وباشكر باشكر مجلس ادارة. واتمنوا ان شاء الله اني دي تقى دفع علينا اه في المسحولة الجاية بازن الله. عارف كابتن مجدي انا عايز تغلت وقتك معي وعايز اه اشيد بشكل كبير جدا بمجلس ادارة نادي فاركو اشيد بيك. عشان انا كنت طلعت في بداية الموسم وقلت التمسك بالكابتن مجدي عبدالعاطي ضرورة جدا. عشان اي مدير فني ناجح وكبير وعنده خطة وعنده بلان اه مستقبلية. محتاج الوقت حتى لو النتائج ممكن ما تبقاش جيدة في الاول. بس اكيد النتائج جيدة هتيجي اعدام فيه خطة بشكل واضح وفيه مؤشرات. فانا بحيي مجلس الادارة وبحييك انت كمان. ربنا يا خليل كريم شكل جدا. وشكرا على يعني انت برضو من الناس اللي دعمتنا كبير كتير جدا في فترة حتى اللي احنا كنا اه يعني عندنا اخفقات فيها. اه حقيقي بشكرك. ساكا فيك. ساكا فيك. ساكا فيك. برضو مجلس الادارة وبشكر العيبة. وان شاء الله بازن الله يعني اه ده يبقى ام يعني اه تلات نوات مهمين لكن احنا لسه ما عملناش حاجة ولسه الدوري اه طويل. صحيح. الفرقة كمان كلها قريبة جدا من بعض يعني اي فرقة بتكسب اه مباراة بتنط مركزين ثلاثة. فا اتمنى ان اه الاسيقة اللي احنا اخدناها النهاردة والمكسب والمركز المركز اللي احنا اه فيه ما يبقاش مركز اه خادع لا نقدر نبني عليه ونقدر السيقة اللي احنا كسبناها النهاردة نقدر نستغلها في الجاي بيزن ده هل حسن ما بقاء محمد صبح في نادي فاركو عادة تفعيل باند الشراء? ده الموضي خاصة بمجلس الادارة ما يعني ما منتكلمش فيها دلوقات ريس الدوري زي ما بقول لك طويل. لكن ان شاء الله انا اتمنى بان انا 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 بسألك انت هل انت بلغت الادارة بطلق بدا? انا بشكل فني احنا يعني مش عيب عندك اه جول بيمثل با نادي فاركو في منتخب مصر و اه ما عندكش رغبة ان هو يكمل معاك. فانت عندك رغبة طبعا انه يكمل معاك. ان شاء الله بي. كابتن كبير كابتن مجد عبدالعاطي المدير الفني النادي فاركو انا بشكرك شكرا جزيح على هذه المداخلة. طيب هنروح لفاركو وهذه المواجهة. بس الاول نكمل الزمالكو سموها عشان فيها كلام كتير فني ومهم جدا. سموها انت قطين احمد سامي عمل مباراة كبيرة دفاعيا وهجومية. كارتنون الناحية تانية يعني قابل انتقادات عنيفة جدا بعد هذه المباراة انه اشرك تقريبا تسع لعبين ما بيشركوش بشكل اساسي مع بداية المباراة. وهو كان رأيه بعد هذه المباراة في المؤتمر الصحف انه كان بيريح اللعيبة اللي كانت مجهدة. انت لو مدير فني تريح تسع لعيبة ضفع واحدة او ممكن تريح تلايح تلايح لا لا. لان ريح الناس اللي مجهدة او لعب. يعني الناس اللي لعبة مرات كتيرة. حاسنا فيها اجهاد. وبعدين اجهاد ايه ما انت النهارده كمدير فاني النهارده دي كافر ادامه همومة جدا. نهارده ببارده تقدر تريح اللعيب يوم. يقدر ينزي لعمل اطالات وخلاص وبعد كده ما يخشش فيه. فيه النهارده في حتة بقلياقة وحتة كلام من. ده اللعيب نفسه يبقى عنده الناس داخل عنده حوافز. فتكون النهارده يغير تسع في تشكيل فراء ده غلط. ماده غلط لان برضو عملية التجانس. فالنهارده الناس دي مبتلعبش كلها مع بعض. هم على مستوى الفن دي كلهم لعبين رائعين. كلهم لعيبة. بس النهارده الشغل التكتيكي واسلوب اللعب والحاجات دي. مش متعودين عليه ان كل واحد طبعا نهارده كان بديل وكل واحد احتياطي ولأ فالأمور دايما المدير الفني النهارده ما بيغير على الأقل على الأغار تغير في مركزين ثلاثة بالكتير أول. ولكن تسع لعيبة دي بيحصل ضروب بالفرقة. بيحصل ضروب بالفرقة ويحصل ضروب أيضا في اسلوب اللعب وتكتيك اللعب. وحتى النهارده إثبات الزيت لكل لعيب تبقى النهارده الأداء الفردي هو اللي بيغلب على الأداء الجماعي. بالتأكيد طيب. حيزي المباراة كنا نتكلم فيها مع الكابتن مجد عبدالعاطي مباراة فاركو وإنبي. مباراة صعبة طبعا الكابتن مجد عبدالعاطي قدام مدارب كبير. هو الكابتن حلمي تران. قدر يفوز اليوم النهارده كابتن مجد مع فاركو بهدف دون رد. وفاركو المباراة الأخيرة تحسوا النتائج واضح جدا. الآن فاركو في المركز الخامس بخمستاشر نقطة. وأداء جيد رغم أن البداية في البداية الموسم ما كانتش بداية جيدة. هو كابتن مجد قال كلمة كويس. برضو انت عارف البيت دي سقل الجهاز الفني دي سقل اللاعبين. الناس المسؤولين. مجلس إدارة. مجلس إدارة طبعا يمكن مشكورا طبعا يمكن أبقى على الكابتن مجدي. برضو كان عنده دوافع كويسة جدا. الكابتن مجدي برضو من خلال تعامله مع مجلس إدارة. ان الهدف ايه اللي عندي استراتيجية. انا عايز ايه. عايز في الدور الممتاز. مش عايز النهارده خش في مربع زهب يقول النهارده. لا النهارده. بيبقى دايما فكر الموديل الفني وفكر مجلس إدارة. النهارده فاركو تستمر في الدور الممتاز. انه طالع طبعا بالدرجة الاولى لدور الممتاز. فاستمراره استمراره في الدور الممتاز دي حاجة كويس. صحيح. ويبني بقى على السنة الجاية يشوف ايه اللي هم يحتاجوا. سواء من عناصر سواء من صفقات. مش مشكلة مشكلة فاركو وفوتشار تحديدا انه هما دخلوا الموسم بتموحات كبيرة جدا. انه عملوا تشكتين رقاعتين جدا سواء فوتشار وفاركو. والاتنين تقريبا بياخدوا نتائج ده دلوقتي. فوتشار النتائج برضو أيضا تتحسن في الفترة الأخيرة. وفاركو النتائج تتحسن في الفترة الأخيرة. فما حسوكش ان هما الفرقتين اللي داخلين علشان يبقوا في الدور. دول حسوك ان هما الفرقتين اللي داخلين اللي عابوا على مربع الزهب. لا مش مش شرط في اول موسم كده مفهوم مش شرط في اول نيش هو ممكن مكنش اهدافه كده بس انت احساسك كده في اليتين حلوين اول عمرو في اليتين حلوين ما تيتبص النهاردة دوري هتلاقي اهلي زمالك النهاردة في النهاردة في سموحة في النهاردة في الاتحاد يعني فيه فرق لأ لها قدمية فرق متمرسة فرق عندها برضو لعبة كويسة عندها طموع وبعدين ايه خلي بالك الانصر الجماهيري كمان عنصر عنده عناصر جماهيرية يعني معظم الفرق دي شعبية وجماهيرية برضو كبيرة فالنهاردة كونن فيوتشر النهاردة كونن بيارده وفرقه النهاردة بيتواجده في الدوري الممتاز اه اكتموح كويس ان هو يبغض وفكر في مربع زهبي ولكن انا شايف انه زم وقتلك النهاردة نتائجهم ايجابية فقولهم كويس وفيه استقرار دائما فيوتشر الكابتن علي ميرو الكابتن مجدد الغطي في فرقه فدي بتدي انطباع كويس جدا جدا حد ما يشوف نهاية الموسم طيب بيرامدزو الاسماعيلي هي مواجهة كان الاسماعيلي يبحث فيها عن فوز مهم جدا يخليه يطلع من المرحلة الصعبة جدا في جدول ترتيب الدولي الممتاز وبرامدز ايضا كان يبحث عن عائزة الفوز لصدارة جدول ترتيب الدولي الممتاز وشكده كانت المباراة مهمة جدا وكواية جدا وحتى مصاري المباراة كنت تحس ان فيها ندية كبيرة جدا الى عن حسم بيرامدز المباراة بهدف احمد ساميراي ايه في هذه المباراة وموقف بيرامدزو الاسماعيلي لا انا شخصيا بقول انا زعل على الاسماعيلي عمر الاسماعيلي ممر وهذا موقف الاسماعيلي في المركز قبل اخير في ثلاث نقاط والباقي هزايم والنهاردة عنده مدير فني ارجنتيني جديد برضو هزايم كتيرة الاسماعيلي وعنده لعبة كويسة يعني عنده لعبة كويسة بس انا مش فاهم ليه نهاردة هم في بطلك بصراحة يعني في بطلك بالنسبة لهم برضو بيرامدزو الفرق الكويسة اللي فيها استقرار وفيها النهاردة كابتل نهايب جلال وفيها برضو استقرار فني واداري وكل ومالي وكل حاجة انا بس الاسماعيلي ان شاء الله كده اتمنى من جامعيلي اسماعيلي اللي هي تسند الفرقة في المرحلة القادمة دي لان صعب موقف صعب جدا جدا الفرقة اسماعيلي ان تبقى في مركز قبل اخير دي صعب صعب يعني صحيح يتعامل ازاي الاسماعيلي يعني مفروض الاسماعيلي يعمل ايه على مستوى المدير الفني يعني انا الوقت كإقدارة ناديا الاسماعيلي جبت لعابين مميزين في يناير وحاولت أدعم الفريق جدا وعند مدير فني أجنبي ايه الي ناقص الاسماعيلي ولا ما تقدرش تحسي بالاسماعيلي في الدورى بداية من الممبرات بيئرى بزهر لا اولا اولا ل cautious المدير الفني النهاردة يعني معاه برضو يعني معاه ناس النهاردة المفروض جهاز معاون نهاردا كل هزيه الأمور النهاردا تبدرس تبدرس أين نهاردا اللي جوال بيتخدش فينا ليه نهاردا نقض كضاعف والقوى اللي عندي نهاردا سلوب اللعب ه cyclone هل سلوب اللعب اللي بتلعب بالليه ده مناسب للاسماعيل له ديش مناسب العناصر اللي بتلعب هالكر 2 نهاردا فعلا مفيدة هل Chungone كل هزيه الأمور لازم تبقائيا النهاردا كمدير فني بتبني النهاردا تبني فرقة النهاردة بأسلوب بأسلوب النهاردة وتكتيك واختيار لعيبة صح يبقاش النهاردة الموديل الفني جاي ده فارقة لإسماعيل وينزل النهاردة فاتح الملعب وتبقى لنهاردة الملعب مفتوحي ده لفقية ماتش طيب بيراميدز النحط تانية صدارة جدول ترتيب الدولي الممتاز لحين يعني ما الأهل يؤدوا مباراة مؤجلة بيراميدز السنة دي غير بيراميدز السنة دي تحسوا فرقة بطولة حقيقي يعني هو دايما بيراميدز كان معودنا نوعين تشكيلة رائعة من اللاعبين عندهم دوليبين رائعين بس المرات دي تحديدا تحس الفرقة تقلت الفرقة تقلت برضو خلي بالك هو عنده لعيبة كويسة برضو يعني ما تيضر بصة تلاقي عنده على الأقل 4-5 عناصر في المنتخب وبعدين عنده الكابتن إيهاب برضو فيه استكرار كي النهاردة برضو مجلس أضرب بيؤازر الكابتن إيهاب حتى لو فيه خسارة عادل بيؤازر كويس جدا اللعيبة عندها دوافع اللعيبة عندها دوافع خلي بالك اللعيبة عندها دوافع يعني هي تبقى في مربع زيب وتلعب البطولة الكفترالية والبطولة الأبطال دي برضو بقى عندها دوافع كويسة جدا لأن اللعيب من خلال الحاجات دي من خلال الحاجات دي اللعيب يبتدي يتعرف واللعيب يبقى ليه تقل تقل فني النهاردة تقل فني برضو بيديله النهاردة رؤية إعلامية كويسة جدا النهاردة بالناس بتتكلم عليه النهاردة ونينضم الموتخب مصر في كل هذه الأمور أنا شايفه في الافتار الفرق طبعاً كويس backwards ياليف Pacific الفرق كويسة لكن الطبعا tests لسا اللي هو protections طبعاً blirين наши صف بعد الكده إما ال uncom學 Yalou applied to Maids وفhand troph 읽 في المركز في المركز لهم وأنا واس highways بممكن ان شاء الله يبقى في المرابع الزهاب في المرابع الزهاب أربع الأوال معه IfISS نفس أهلي وزمانك على الدوري ولا هتبقى موجود في المربع الزهبي وخلاص لا يعني أنا شخصيا بقول لا لا مش هي نفس أهلي وزمانك طيب مباراة أخرى كانت مهمة جدا هي مباراة فيوتشر وي البنك الأهلي النهاردة فيوتشر فاز بهدفين ناصر ماهر وي محمد فاروق كان فيه طرد محمد دبش من البنك الأهلي بعد الهدف الأول لفيوتشر فيوتشر أيضا أداية حسن جدا وتشكيل فيوتشر مليئة بالنجوم اللي عندهم خبرات كبيرة في الدوري المصري والنهاردة عملوا مباراة جيدة حتى من غير الطرد بتاع البنك الأهلي أنا اتفرجت يعني اتفرجت على شرط يمكن تقريبا بس أنا حسن جرده كابتن خالد لازم يعالج أخطاء كبيرة جدا ببنك الأهلي طبعا يعني وسط الملعب وسط الملعب النهاردة ما اتفرجت حتى على الشرط ده تحسن وسط الملعب ما فيش وسط ملعب في البنك الأهلي يعني أنا بتكلم وبنتال أمانة وبتكلم فنيا أي هجم النهاردة أي هجم النهاردة للفوتشر النهاردة كان بتسبب مشكلة وخصون الجنب الشمال في البنك الأهلي جنب الشمال في البنك الأهلي ما عرفش يعني تحسن أي النهاردة فرقة النهاردة كان ممكن بفوتشر يكسب تلاتة اربعة من الجنب الشمال بتاع البنك الأهلي طبعا لازم الكابتن خالد جلالي عالج أخطاءه لازم يبقى النهاردة عملية النهاردة ارتداد وسط الملعب عشان يساند الدفاع الديني حاجة مهمة جدا ما بقاش النهاردة فرق بكبير جدا دفاع النهاردة في حتة ونص الملعب في حتة لعب النهاردة بقولك كان النهاردة يعني انا شوفت البنك الالي قبل كده كان بيلعب بإسلوب كويس وبتكتير النهاردة مفتوحين عشان كده فيوتشر النهاردة كان بقولك ممكن يكسب 4 رفع وخصوصا في حاجة في الجنب الشمال عند الكابتن خليج جنب فيوتشر في هزي المواجهة شهد هدف للناصر مير بعد غياب طويل بعد غياب طويل هدف كويس لعيب موهوب بس تحس ان الناصر دايما يعني مش بياخد لنفسه المساحة الحقيقية لنفسه هو لا هو ناصر من زمان يعني حتى في قطاع عندنا في الشباب كان لعيب كويس يعني اللعيب لعيبة من اللعيبة الكويسة اللي عنده مهارة وعنده رؤية كويسة وبيزبط بقى ذاته يعني بيزبط ذاته حتى في فيوتشر بيزبط ذاته في أي ناديب ورواح بيزبط ذاته لأنه عايز يعني برضو عايز النهاردة يبقى الناس بتتكلم عليه عايز النهاردة يبقى النهاردة من اللعيبة اللي بتجيه النهاردة سواء في تسجيل أداب أو صناعة لعب النهاردة ليه النهاردة إمكانات كويسة ناصر يعني من اللعيبة الكويسة فعلا هقول له حراك جدول الدولي حتى الآن وبعد كده هتكلم معاك على حاجة مهمة في منتخم مصر ومباراة تصفيات كأس العالم طبعا الإسبوع دوت وجلت منه مباراة الجنى والأهدي الأهلي وبكرا إن شاء الله المصري واسر ميجا كيلو بطرة جدول ترتيب الدولي المتحدة حتى هذه اللحظة ببرامد في صدقات جدولة ترتيب 20 نقطة الأهلي في المركز الثاني ب19 نقطة الزمالك بنفس الرصيد في المركز الثالث واسموح في المركز الرابع ب18 نقطة فاركو في المركز الخامس ب15 نقطة المصري في المركز الثالث ب13 نقطة بنفس الرصيدة لتحادس كندري في المركز السابع وفي المركز السامن فيوتشر ب12 نقطة وفي المركز التاسع البنك الاهلي ب11 نقطة وبنفس الرصيد غزل المحلة في المركز العشر الجونة في المركز ال11 ب11 نقطة وسيرامية كروباترا في المركز ال12 بعشر نقاط وبنفس الرصيد امبي في المركز ال13 في المركز ال14 مصف المقصة ب8 نقاط ومخول العرب في المركز ال15 ب7 نقاط رعي الجيش في المركز ال16 ب6 نقاط والاسماعيلي في المركز قبل الاخير ب3 نقاط وأخيرا إستان كومباني في المركز الأخير بنقطتين فقط غريب لإسماعيل أنا مش مصدق أنا شخصين مستغرب مستغرب نتاج لإسماعيل ومستغرب موقفه في الدوري صحيح إسماعيل طول عمره طول عمره تلاقيه في المركز الأولاني وبينافسه صحيح مباراتية أصفات كاس العالم أنا دايما أتحدث عنهم كل يوم مش عايزين ننسى إن إحنا عندنا مواجهتين في منطقة القوة قدام السنغان نفضل نفكر الناس وندع منتخبنا ونشجع ونحط إيدينا على قديم ونقول لهم يا رب إن شاء الله يكرمكم فنفضل طول وقت منركز فيهم هل تتوقع تغييرات في القائمة؟ هل تتوقع عناصر جديدة في قائمة منطقة مصر المواجهة للسنغان؟ أشوك أشوك أن مستر كروش والجازي الفني هيدخل عنصر جديدة مرته خلي بالك مفيش تجمعات بالوقتي مفيش مباراته الدية فهو النهاردة يعتمد على عناصر اللي كانت موجودة بس إنت مثلا لما محمد هاني تقلق في كاس العالم الأندية عشان المكان ده أكرم توفي أمر كمال عبدالوحد دلوقتي أصبح ظهير صحيح النهاردة محمد هاني بيتقلق مع النادي الأهلي بيتقلق في حاجات كتير جدا في النواحل والجميع والنواحة الدفعية يعني بدليل مساجد الهدف رائع في كاس العالم الأندية فأتمنى كده بقولك أتمنى يعني أنا أتمنى محمد هاني إن شاء الله الفترة القادمة نضم لمنتخب مصر ودي بتبقى حاجة كويسة أن يبقى النهاردة عندك ظهير أيماً النهاردة برضو في المباررة الأولى المباررة الأولى حاجز واحد النهاردة عنده رؤية هجومية كويسة جدا صحيح إن التنوار الأولى برضو يهمك النهاردة اللجنة بتشتغل كويسة قوي عندك واحد قبراته كويس قوي عنده واحد فكر كويس قوي يقدر يخش على الحاجات الصوارة في الثمانتاشر محمد هاني بيمتلك المقومات دي متأكل حاجات دي صحيح كابتن الكبير كابتن فاتح مبروك دايما مشرفني ودايما منوارني دايما بستفل شكرا 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 بنا خليك لسا مكملين مع حضراتكم مكلان بقية دورة ابطال اوروبا والموبارات اللعبة امس واليوم مع مران شافعي ومحمد عبدالوهاب هوبا خليكم معانا بعد الفاصل عاصل ان شاء الله يعني بحرقكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة المحببة دائما إلى قلبي اتنين من الأصدقاء الأعزاء مروان شفها يا مروان مشرف ومنور حبيبيا كيف ومفتحنا دائما معك كله خير وأيضا الصديق الشاطر جدا جدا لسعد بوجوده معي هنا الأول مرة محمد عبداللهي بهوبة ومنور ياهوبة نورك كريم ويعني الواحد بيتصرف دائما أنه هو بيكون معك وبيكون في التلفزيون مصر يا حبيب شرف كبير لي أنه هو تربى عليه يا حبيب يا ربي يخليك مروان المطشاط نار أنا النهار دا كنت بقول المقدمة أن كل حاجة في الكرة حلوة بتحصل في دولة أبطال أربا تحديدة من دور الستاشر كل حاجة حلوة يعني أنت أي مباراة تعدي عليها كده هتعجبك حتى لو مش فرقيتك أو مش الفرق اللي أنت بتحبها صح ومعيش على فرقتك هو جمهور بارسلونا اللي متضايق أوه هو لسه عايش أن هو بيلعب سرق في ديجا بس هو جمهور بارسلونا اللي يشمت فينا نحن سألسوا يلبس هو جمهور فريق بيلعب يوم الخميس اللي دعا وفريق بيلعب ثلاثة وأربعة لا حقك أنا المفروضة وإذن سويا الموضوع كده هيقلب إحنا محايدين إحنا محايدين إحنا محايدين لا حندي كل واحد حقه فاردين سدرينا أوه ليه يعني لا لا حندي كل واحد حقه طيب حفدا معك بمباراة ريال مدريد ريال مدريد وباريس سان جرمان أنا حتى مبارح شبهت إنه ريال مدريد تعامل مع المباراة دي إذا ما كيروش تعامل مع منتخب مصر إنه عارف إمكانياته أنشلوتي ما خاطرش قدام باريس سان جرمان صحيح كان فيه بعض المبالغات في الأمور الدفاعية وعدم الخلوج بالكرة بالشكل الصحيح صح بس كان بيحاول يسير المباراة زي ما بيقوله يعني يخليها تعدي صح ما عدتش بما بيه الله يسمحه صح بس أقول لك على حاجة أنا شايف ما عنديش أي مشكلة في استراتيجية لعب ما عنديش أي مشكلة أنه أنت تقف ورا ما عنديش أي مشكلة أنت تبقى عندك لوق لكن عندي مشكلة في الـ финجام مانجمينت إنت هتتعامل إزاي أول ما الكرة تجيلك صح في أسئلة المدرب يجوب عليها قبل ما ينزل الملعب أنا هستخلص الكرة فين ولما استخلصها هعمل بها إيه تحول بتاني بالضبط حول بتاني أعمل باززاي السؤال الأولاني أن شروط يجاوب عليه أن أنا هستخلص الكرة في التل تاني أنا عندي أنا في منطقة البلدهب عندي أنا هستخلص الكرة معنى كده أن أنا هرجع وهلعب لو بلوك لما يبقى معي الكرة هعمل إيه؟ هحاول أن أنا عمل الترانزيشنز اللي بعملها على مدار الموسم على فينيسوس أو بنزيمة أنا بقى مستغرب من حاجة مستغرب أن الناس متفاجأة أن ريال مدريد لعب كده لأ النهاردة بقى إحنا جايبين حالات هنوضح أن ريال مدريد أصلاً طول الموسم بيلعب كده ريال مدريد ضد أي فريق معاً البوسيشن ومعاً الاستحواز هو بيلعب على النقطة دي هو بيفضل واقف وره هو بيفضل رايد الدوار بيعتمد على كاسيميرو وبيعتمد على كاسيميرو كروس مودرش أهم سلاسي في خطة زيدان في خطة أنشلاتي واحد سريع أو اسمه فينيسيوس واحد لعيب كورة ومهاجم اسمه بنزيمة ففيش مشكلة خالص أهم اللعبين أنا بالنسبة لي بنزيمة هو من اللعيبة اللي يمني عليها الطريقة دي كلها يعرف يسأل كتير أول ويعرف يحرك اللعب كمان على الجين أحب بيستراتي هو بيلعب بلاي ميكر كمان مش سترايكر لا هو بنزيمة عمل كل أدوار بتاعة الجزء الهجومي بعد كريستيانو رونالدو منطقة لليوفنتوس وبعدها لمنشيستي يونايتد بس أنا تكملة على كلام مروان أنا فعلاً مستغرى بأن الناس ممكن تكون شايفة أن التشكيل اللعب بيه أو طريقة اللعب اللعب بيها أنشلوتي ممكن تكون مفاجأة شوية بس هي أنا بالنسبة لي القصة مش قصة طريقة لعب على قد ما هي عقلية شوية ولما نيجي نتكلم على إنتر ميلان وليفربول النهاردة حنشوف فرق الشخصية آه أي نعم النتيجة السلبية بالنسبة لإنتر ميلان بس شفنا إن إمكانيات إنتر ميلان اللي قليلة بالنسبة لليفربول كان فيه بيعوضها شخصية وكان فيه مبادرة حتى بخطة تبان دفاعية قدام الناس وهي خطة 352 أو 532 أنا مشكلتي مع أنشلوتي ممكن يختلف شوية مع ماروان في الموضوع ده إن هو تعامل مع ريال مدريد مش بشخصية ريال مدريد يمكن تجارب أنشلوتي مع أفرتن ومع نابولي خلوا عقلية أنشلوتي تختلف شوية إن هي عقلية فريق بيلعب على قد الإمكانيات مش عاز يخسر وده بيبان في تفاصيل صغيرة بيبان حتى في استحواز ريال مدريد الأوليل على الكرة في التحول الهجومي والمخطرة في الباص الأمامي ده ما شفناهوش من ريال مدريد وشفنا أنهو بيخسر الكرة بسرعة جدا والاستحواز بيرجع تاني لباريس تان جرمان فده النقطة اللي ممكن مشجعين ريال مدريد ممكن ما اعترفوش بيها شوية من وجهة نظري الشخصية بس أنا شفت إن أنشلوتي تعامل مع المباراة مش بشخصية ريال مدريد معروف جدا ريال مدريد ممكن يبقى خامس في الدوري بس بطلة شامبينز فده اللي أنا مش عطوش مباراة مروان انت وتنين هتقول لي بحالات الحالات اللي كان فيها ريال مدريد يالله بينا أنا بس عايزة نوع عن نقطة إن ممكن استراتيجية جيم تكون نجحة لكن الأداء الفردي للعيبة ماينجحش طريقة لعب وده حنبينه في الحالات تعال نبدأ بحالات ماتش ريال مدريد ونشوف هل ريال مدريد فعلا نجح إنه يخرج في البلداب وكانت فيه مشاكل للخرج بالبلداب أول حاجة أنا جايب الخريطة دي علشان نتكلم على نقطة مهمة جدا المناطق دي هي مناطق خسران الكورة لريال مدريد خسران الكورة دائمًا يهوباء ويا كريم في المناطق اللي هي فيها الترانزيشن المناطق دي انت بتحاوله أنت تكسب الكورة وتعمل ترانزيشن ريال مادريد خسر الكور دي في كل المناطق اللي انت بتبدأها في التحولات تبتعالى نشوف الصورة اللي بعدها الحالات بقى من الملعب بتبقى عاملة ازاي دي اول حالة عندنا بوس باريس سن جيرمان ضغطين عالي كل لعيب مرائب لعيب زي ما احنا شايفين عالصورة كورتواء لعيب من اهم اللعيبة اللي بتعمل البلدوب برجليها بشكل كويس في نجمة على لوكا مودريتش ليه النجمة دي انا شايف ان لوكا مودريتش هنا هو مش عايز يستلم الكور هو مخبي نفسه وراء فيراتي لو لوكا مودريتش سحب نفسه قدام فيراتي ريال مادريت بقى عنده حاسمها بلاس وان بقى عنده واحد مش مراقب او بقى عنده فيراتي تلع قدام فانا فضيت المساحة دي البنزيمة طب نكمل الكورة ايه اللي حصل الكورة دي كاسيميرو المفروض ان ميسي كان بيزيد عليه شوية شبه شوية دور مصطفى محمد على العيب نمرة 6 هتلاقي ان ميسي سهي شوية عن كاسيميرو كاسيميرو تحرك في ظهره لما كروس نزل ادى الكورة لكورتوا نكمل اللقطة اللي بعدها هتلاقي ان كورتوا بيدي لكورة كاسيميرو ريال مادريد تلع بالكورة ريال مادريد هنا قدر ان هو يعدي من خط الدفاع الاول بتاع باريس الكورة راحت لكاسيميرو علشان ده كاسيميرو علشان ده مش لوكا مودريت هتشوف في الصورة الجايه هو عملية الكورة دي لو مع مودريتش كريم كان لف كر الاستحواز وتلع بيها لقدام هو اسهل حاجة رح حاطتها الماندي ماندي مش في الفورمة زي ما بقولك التحولات كانت كويسة في بعض الاحيان لكن الاداءات الفردية مكنتش على المستوى هتلاقي ماندي هنا بص كاسيميرو دي بتعمله ايه بيقوله العب قدام ماندي رايح على اثنين دي ماريا واعتقد دافيراتي بيرجع الكورة الورا الصورة اللي بعدها بتقلب لديفنزيف ترانزيشن ريال مادريد في حالة تحول دفاعي بعد ما كان في تحول هجومي فده فكرة ان انا كاسيميرو هو اللي تلعب الكرة مش مودرش ان كروس ما كانش هو اللي بيطلع بالكرة كاسيميرو ان ماندي ما قدرش يطلع الكرة الفينيسيو ازاي كل لعب طب تعالوا نشوف اللي بعدها برضو لقطة من لقطات البلدوب دي نفس لقطة البلدوب اللي اتعملت نفس الضغط العالي لكن في حالة برضو الضغط العالي ريال مادريد قادر ان هو يبقى عنده واحد في نص الملعب خلف خط الدفاع اللي هو كاسيميرو كروس و مودرش هنا نزلوا عشان هما اللي يستلموا ويطلعوا بالكرة في الحالة دي كاسيميرو فيدي ياهوبا فقدر كورتوا بمهارة عالية جدا ان هو يوصلها لكاسيميرو او لبنزيمة اللي عليه النجمة بنزيمة قدر ان هو يسحب نفسه ويعمل الدور اللي بيعمله على طول ان هو يستلم الكرة هتشوف في الصورة اللي جاية بنزيمة نزل استلم الكرة هنا كم على كم هنا اربعة على تلاتة لكن بنزيمة لعبها برأسه لكاسيميرو غلط فقدر الاستحواز لو بنزيمة كان في يوم ومش مصاب قدر ياخد الكرة على سيدرو يحطها على الارض الكرة دي تلعت لفينيسوس تلعت لماركو أسينسيو تلعت في القلب لكاسيميرو هتروح اربعة على تلاتة فقال ريال مدريد كان سيء لكن ما كانش بالسوء اللي الناس قالت عليه ما كانش بالسوء اللي الناس وصفته انا ما اتفل مع هوبا فكرة شخصية لأ كانت النتيجة هتجبر لان في كواليتي لعيبة أعلى مني في سرعات أعلى مني دي النقطة اللي كنت بقولها هوبا مبالح في المقدمة بتاعتي انه لما قاله سكيروش كان بيلعب بالطريقة بشبح كده مع منتخة مصر والناس كانت تقول احنا دي ما بنهاجمش احنا دي ما بنخطرش هو الراجل يعرف امكانياته جيدا ويحترم جدا ويقدر امكانيات اللي قدامه وده كان الواقع فانك تعرف تخرج اصلا بالمباراة من اللي انت عايزه زي ما حصل في كاس ومام الأفريقية لحد المباراة النهائية ده كان نجاح مصبوط ريال كان لو تعادل انبالح قدام باريس في فرنسا تعادل سالبي بعيدا عن الهدف يسجلهم بابيه في اخر ثانية من المباراة كثرة معاي جدا في العودة وكننا هنقول ان ريال نجح وانشلوطي نجح في الإقضاء وانشلوطي نجح بس انا عندي بس كم تعليق كده بره المباراة نفسها هو ادارة انشلوطي للاسكواد الكاملة بتاعة ريال مدريد لغاية الوقت ده من الموسم كان واضح جدا من بداية الموسم في الدوري الأسباني اللي ما بقاش مقياس صح خالص خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة ان الدوري الأسباني خسر كتير جدا بعد رحيل كريستيانو رونالدو بعد ميسي فالدوري الأسباني ما بقاش مقياس لقوة ريال مدريد وبالتالي تصدره للدوري مش معناه ان هو فرقة قادرة ان هي تنافس على المستوى القرية ومستوى شامبينز ديج ادارة انشلوطي اللي قايمة ريال مدريد من اول الموسم كان باين جدا ان هو هيوصل في المراحل الحسمة بتاعت شامبينز ديج سواء في فبراير او في مارس وهو عنده ناقص كبير جدا في القايمة بتاعته كاربخال كان معروف من اول الموسم ان هو مش فت ان هو بيتصاب كتير بديل وفاسكس اللي هو ما عندهوش اساسيات الباك اليمين حتى كاربخال لما طلع جون جي من نفس الجهة اللي كان قافلها بالخبرة كاربخال دي رقم واحد بس انا ياسف ان بعضك جدا انا كان عندي تحافظ على فكرة كاربخال ومدريدش هما الاتنين بيشتغلوا على المبابين ناحية اليمين ديت اولا الاتنين معدل العمر الكبير ليعقتهم بدني اكيد هيبقى مش كبير جدا وانت بتتكلم في المبابين طاقة مرعبة فما بيه حتى مع كاربخال زي ما انت قلت ان خبراته فاديته شوية بس ما بيه عده كتير من كاربخال لا وغير كده كمان يا كريم ان هجوميا اسانسيو اللي في الحتة دي فاسانسيو مش فت نبراح تكلمنا عليها يعني يعني انا مثلا كنت ممكن اقول هازرد بالخبرة بتاعته ممكن يسترجع ذكرياته بالتقلق بتاعت العيد عنده خبرة انا كنت مفكر وكنت متكلم مع ماروان انه فالفيردي كمان يعرف يعمل درجة هجومي كويش وكان يقدي دور دفاع عظيم المعاملين تثبت بقى الكلام ده ما هو السؤال بقى هو ليه حتى في الترانسفر ماركت بتاع يناير لما كان فيه ضغط النمبابي ييجي في يناير فيه راش باير كامافينجا مش مفهوم برضو اه بالضبط يعني ريال مدريد كان عنده مشكلة باينة جدا في الفول باكس بتوعه وخصوصا الفول باك اليمين عنده معندوش تنوع في نص ملعبه معندوش ريجستا اللي يقدر بقى يستلم الكورة يهدى عليها حد زي جورجينيو حد زي فيراتي اللي شوفنا أداءه الرائع فالتشكيلة نفسها والسكواد دي مشكلة أنشلوتي لأنه هو اشترى في يناير ما اشتريش بس عايز اقول نقطة صراحة لأنشلوتي فكرة أنشلوتي التعامل مع فلورنتينو بيريز مش سهل خالص كريم انت بشاجر ايال مدريدو عارف زيدان نفسه مقدرش زيدان نفسه جاء فترة وقال أنا مش قادرة كاملة بس عايز ايال مدريدو عارف بس عايز ايال مدريدو عارف ليه لأنه بيقول ياسبانيو بيقوله كي بيقول سي بالاسبانيو معندوش مشكلة في الترانسفير ماركت حجيبلي ده حشتغل معي حتمشي راموس حشتغل معي أنا بشتغل على اللي انت جايبهولي بس عافية زيدان كان كده برضو يعني زيدان كل التركيبة اللي عملها بعد أنشلوتي انه خلّ كازيميرو خرر بنزيمة دخل ميليتاو طبعاً طبعاً الاسكواد ما يتغيرش كثير بس في النهاية كانت لو أنشلوتي مش المدرب المتطلب علشان كده فلورنتينو بيريز جابت لأن فلورنتينو بيريز عنده أفكار كتصادية ممكن نتكلم عليه تاني بعيداً قوي عن الكورة دلوقتي تعالنا نبص نكمل الحالات ونكمل في حتة الترانسفيرات أو التحولات هالريال مدريد نجح فيها ولا لا وإيه اللي كان ممكن يحصل لو ريال مدريد ما كانش لعب بنفس الطريقة دي بس يا كريم دي نفس الطريقة أنا بتكلمك على التحول الهجومي الكورة هنا لفريق باريسين جيرمان أنا شايف أنه وقفت والتكتل بتاع ريال مدريد كومباكت أنت بتتكلم بص بنزيمة رايح بيضغط مع كروس بيقدر هنا يستخلص اللعبة نكمل الصورة اللي بعدها الكورة هنا ريال مدريد قدر أنه يستخلص اللعبة وإحنا دلوقتي ريال مدريد في حالة تحول هجومي فينيسيوس فاتح على الشمال توني كروس موجود كريم بنزيمة موجود واللقطة دي بعدها بطالبهم بس في العدد لو يحضروا اللقطة اللي بعدها لقطة جون بارشلونة أنا سابع عندهم في فولدر جون بارشلونة بص الكورة دي بتروح لتوني كروس طب وبعدين توني كروس بيعمل ايه على غير العادة بعد ما الكورة بتروح لتوني كروس توني كروس ميس باس الكورة دي هي هي تيبيكل ريال مدريد سجل منها في الكامب نوف الدوري جون ألابة وسجل منها جون فالفيردي اللي هكلمك على أدوار ففكرة لا كان فيه استراتيجية للتلوع بالكورة لكن الأداءات الفردية للعيبة ما فادتش النادي ان هو يعمل اي شكل او يستفيد بالتحول الهجومي ودي لو تفتكر خريطة اللي جبناها في الاول خالص اللي تكلمنا ده اماكن فقدان الكورة في التحولات الهجومية طب نجيب الباقة الطالب بعدها لو جاهزة بتاعت ريال مدريد وبرشلونة هتلاقي انك نفس الاستراتيجية دي بتتلعب ريال مدريد على طول قوته بالضبط دي لقطة ماتش كاس السوبر الأسباني اللي تلعب في الرياضة نفس اللقطة نفس المساحة اللي انت بتقطع فيها الكورة نفس اللعيب توني كروس نكمل اللي بعدها هتلاقي كاسيميرو بيكمل واخد الكورة من توني كروس وبيعدي هتلاقي اللي ورا كاسيميرو ده فيدي فالفيردي اللي كنت بكلمك عليه او كلمنا على فيدي فالفيردي ليه؟ فيدي فالفيردي مهم جدا في عملية التحولات اكتر من ماركو اسنسي ماركو اسنسي يريد الكورة في رجله فيدي فالفيردي تبيع اكتر منه بوكس تو بوكس اكتر ما منه بالضبط او لعيب هولدن متفيلدر يعني فهو في التحولات هيدي حل مع الكورة ان هو يزيد هجومية بالضبط غير ان فالفيردي كمان مميز او في تحركات من غير الكورة زي ما كان هوبا بيقول كاسيميرو كمل عندك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ونتيجة اتنين اتنين يعني مثلا برشلونة مكتش بتهجم عشان تسجل عشان متأخرة كامل لقطة اللي بعدها هتلاقي كاسيميرو عادة طلع الكورة الفينيسيوس على الجناح حالة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة على تلاتة كورة اللي بعدها فينيسيوس بيحطها بالعرض فيدي فالفيردي بيسجل هدف الفوز على برشلونة والتقاهل لفاينل كالسوبر نفس الكورة دي تيبكال جون ديفيد ألابا لو جبناها في الفولدر اللي بعده جون ديفيد ألابا في برشلونة هي هي نفس الطريقة ريال مادريد بيقطع الكورة في التلت الاخير من الملعب وهو بيلعب لو بلوك هي هي دي باي معاك كورة الفريق كله كومباكت لو بلوك بنزي ما هو تحت الكورة عشرة تحت الكورة نتيجة سفر سفر يعني ريال مادريد مش بيحافظ على نتيجة كاسبان بيقدر ان هو يستخلص الكورة في المنطقة دي نكمل الصورة اللي بعدها ديفيد ألابا بيعمل تحول بيديها الفينيسيوس فينيسيوس بيضم الجوة في الصورة اللي بعدها وبيطلعها لرودريجو رودريجو بيقدر ان هو يحط رودريجو هناك اخر واحد ابعد واحد في الملعب رودريجو بيقدر ان هو يعمل استحواز ويطلعها في الصورة اللي بعدها لديفيد ألابا اللي بياخد الكورة في الصورة اللي بعدها على شماله ويعدل ويحطها على شمال ترشتجين 1-0 لريال مادريد فده واضح انها استراتيجية مبنية من كارلو أنشلاطي من بداية الموسم انا قوتي فين? انا قوتي على التحولات على فكرة ريال مادريد مع مورينيو فريق ترانزيشنز مع زيدان من اقوى اسلحته الترانزيشنز مع أنشلاطي من اقوى اسلحته الترانزيشنز فكان فيه استراتيجية لكن هي ما نكحكش لان انت وانت كرة معك انت افسدت التحولات دي مشكلة ريال مادريد كانت تنبه لا وغير كده كمان الكواليتي بتاع باريستان جيرمان والضغط بتاعه والكواليتي اللي في الخط الخلفي وفي نص ملعبه اللي مش موجودة في معظم الفرق اللي ريال مادريد واجهها في السيزن بتاعه فراتي لان عمل مباراة مبلح عظيمة فراتي عظيم يعني عام بفراقي كان فراتي افضل لعابي باريستان جيرمان طبعا ما عم بيبقى بيه قوة هجومية مرعبة لأي فرقة حتى اني طبعا كورتوة كان عامل مباراة برجال فراتي كده تحسوا من آخر الرجال المحترمين في نص الملعب الريجيستا الديب لاينج متفلدر اللي مسؤول عن ان الكورة ما يخسرهاش الفريق بتاعه ان هو يبقى مسؤول عن الامامية صحيح دولا موجودين في العالم بنضرة دلوقتي صحيح يعني كل الناس وهما بلعبوا اربعة تلاتة تلاتة مفهومش الريجيستا اللي موجود واللي ايطاليا بتدعت المركز ده فواحد من اللعيبة يعني نتمنى ان احنا نستنسخهم تاني في اي مكان في العالم صحيح لسا كاملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل بمواجهة ليفربول والانتر مينة نخليكم معا طيب قبل ما نروح معهبا لمباراة ليفربول والانتر كان مروان عايز يكمل حاجة بسيطة في مباراة باريس سانجن مولان ما دي تحديدا باريس سانجن حالة سريعة يا كريم على الكواليتي هل ريال مادريد كان يقدر يفتح المساحات ولا لا وهل كان يقدر يلعب بطريقة غير كده ولا لا وبنبنيها على موتش قبل كده لباريس اكيد انشلوت يتفرج عليه تعال نبص على الحالات ونشوف هل ريال مادريد اختار الاستراتيجية الانسب ولا كان ممكن يفتح الملعب ويعمل ميت بلوك او هاي بريس هتشوف في الحالات هنا لما انا عارضها ان ريال مادريد جاهزة معنا يا جماعة الحالات الحالات هتبقى جاهزة انا عايز اتكلم بس في النقطة دي على حالة مهمة جدا دعني نبص هنا ماشي دي حالة اولا كانت في النحية الهجومية بتاعت ريال مادريد المهمة انها تقطعت وتردت لمسي ريال مادريد هنا يا كريم بص كم واحد فوق الكرة بتتكلم واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ساتة اكتر من سبعة اثنين لعيبة فوق الكرة ولكن دي في حالة مانشستر سيتي خلص خلان نتكلم على حالة مانشستر سيتي وبعد نرجع لريال مادريد الكرة دي اتكررت هي هي مبارح هي هي مبارح مانشستر سيتي بيلعب دفاع هاي بريس والكرة بترجع لمسي على الجنح اليمين كم من اللقطة اللي بعدها مسي بيقدر ان هو يعمل بنتريشنز بتاعته حكيمي بيطلع له وبعدين بيدخل في عمق الملعب كون دليل لان مانشستر سيتي زايدة وعملة هاي بريس وضغط عالي بيقدر ان هو يدخل في عمق الملعب كامل الصورة اللي بعدها بيسندها الكيليان انبابي كيليان انبابي بيرايح حاله بيرجعها لمسي جون تاني لباريس في مانشستر سيتي هل كان ريال مادريد يقدر يعمل كده مع باريس سان جيرمان؟ ما كانش يقدر يعمل كده نفس اللقطة دي لو كن لو عرفنا نعرض الحالة اللي حصلت انبارح هي هي بالضبط نفس الحالة دي مسي قطع الكرة في نفس المكان عمل بنتريشن ودريبل في نفس المكان في الاريا بتاعته اللي هو بيحبها على الناحية اليمين ها دي اللقطة نعرضها بسرعة الكرة دي في حيازة لوكا مادريش اللقطة اللي بعدها لوكا مادريش كروز بيشاور له إلعابها الميندي هو اختار إلعابها الكاربخال كاربخال سنة دها كويس اول ماركو اسانسيو اللي مش اوفصايد لان حكيمي تحتهم غطي قرارات فردية خاطئة بتبوض استراتيجية اللعب كملكين روح لأسانسيو اسانسيو بيلف ضيع الكرة اللي بعدها اسانسيو بيدخل لأومك الملعب بيعملها طويلة الميندي اللي بعدها الكرة هنا فينيشيوس بيديها الميندي قرار خاطئ ميندي بيدغط عليه كمل اللي بعدها بسرعة بالضبط هذه اللقطة اللي بتكلم عليها ميسي بيقطع الكرة من ميندي في نفس المكان اللي قطعها في ماتش باريس بيسند على الحكيمي اللي بعدها ميسي بياخد الكرة اللي بعدها كمان بيعدي من واحد واثنين وثلاثة بمهارة ليون الميسي الخارقة سواف برشونة أو باريس سنجبان بيطلعها الحكيمي واحد على واحد مع كاسيميرو لولا ان ده كاسيميرو مش اي واحد تاني حكيمي كان عدى منه وبقى واحد سفر لباريس سنجرمان لكن في اللقطة اللي بعدها كاسيميرو قدر ان هو يعمل تاكلينج ويطلع الكرة نفس اللقطة دي اللي حصلت في ماتش سيتي مبنسبة ان ميسي لعب خارج طبعا متفقين يعني في المجمل مباراة اه بس اركام مباراة كانت سيئة جدا في المباراة يعني طيب هوبا مباراة ليفر بولو انتر هما تقسموا المباراة الشوت اول كان ليفر هو الافضل فيه الشوت التاني انتر كان الافضل بس الشوت التاني هو الانتر كان الافضل ليفر ادى الي يحسب بعدافين في المينو ومحمد صباح طيب انا شايف ان انتر مينان كان الافضل في الشوتين بس ابتداعا من جون فرمينو خلاص معنويات قلت جدا عندهم والثقة اللي بدأوا بيها المباراة انتهت عجبني في انتر جدا مع أني أنا من أكتر ناسب فاجأة دوري إيطال يعني ومتابعينه وأنا مش من مشجعين الانتر بس احترمت أداء الانتر النهاردة بشكل كبير جدا مبدئيا شفت في الانتر النهاردة هو نسخة معدلة من اللي بدأ يبنيه كونتي من حوالي 3 أو 4 سنين نفس خطة اللعب ونفس طريقة اللعب وكل حاجة بس النسخة أفضل النسخة معدلة نسخة واقعية نسخة بتزود إمكانيات اللعيبة حتى مع مواجهة منافس أصعب مبدئيا شفت انتر النهاردة عندهم ثقة مش طبيعية في الخروج من الكورة والتغلب على الضغط العالي اللي كان بيعمله واللي متعود يعمله مع أكبر فرق العالم انتر في المناطق بتاعته كان بيبني الكورة بمنتهى الثقة أول ما الليفر كان بيضغط أقول الكورة هيخدوها لا لا أنا مش مصدق إزاي كان من أول هندانوفيتش لغاية خط الدفاع لغاية خط النص إن كمية البساط في الوقت ده بالثقة دي بالدقة دي دي كانت حاجة أنا احترمتها جدا في إنتر تاني حاجة إن كان فيه روح وكانوا مصدقين إن هما يقدروا يتفوقوا على ليفر بول ودي الحتة بقى اللي أنا اتكلمت عليها في ريال مدريد إن أنا ما شفتش حتى في الأداء الفرقي دي والتصرفات اللي بالكورة السقة دي في لعيبة ريال مدريد بغض النظر بقى عن خطة اللعب وكلام طبعا المرون قالوا صاحب يوم في المية بس كان باين قوي في لعيبة إنتر إن هما مصدقين إن هما فرقة كبيرة رغم فرق الإمكانيات الشاسع ما بينهم وما بين ليفر بول إنتر ميلان لعب على رزق كبير جدا إن بارستش يبقى طاير طول الوقت مسندته الدفاعية لباستوني اللي بيلعب في نفس الجهة واحد من التلاتة نحية الشمال عملوا خطرة كبيرة في أول المباراة وشفنا إن صلاح كان جات له كورتينكا ممكن يخلص واحدة فيهم شفنا بعدها دور كبير قوي لبروزوفيتش إن هو يساند دفاعيا باستوني وشفنا المساحات اللي كانت موجودة في دفاع إنتر ميلان اتقفلت شفنا إن كان ناقص إنتر ميلان اللامسة القبل الأخيرة جاكو ما كانش في حالته تماما هو تغيير خروج جاكو آسف خروج لوطارو مارتينيز ونزول أليكسس سانشيز كان لازم يبقى مكانها جاكو هو اللي يخرج ويلعب أليكسس سانشيز مع لوطارو مارتينيز لأنه دي مش مباراة تارجيت مان مباراة رقم تسعى بالمرة فدي الغلطة الوحيدة اللي عملها إنزاجي لكن غير كده أداء شبه مثالي طبعا الكورت سابتة ليفربول وكنا بنتكلم بره الهواء يا كريم وانت قلت إن ليفربول من أفضل الفرق في العالم اللي بتلعب الكورت سابتة وخصوصا الكورنر كيكس شفنا كورتين لماني كان قريب جدا إن هو يسجل منهم دي حاجة بره الكنترول بتاع إنتر مع إن إنتر دفاعيا في كورت سابتة من الفرق اللي نقدر لما بيخش فيها كورت سابتة فشفت إنتر عمل مباراة أكبر بكتير جدا من إمكانياته إنزاجي أدار المباراة نفس إدارة منشيني لمباراة إيطاليا في اليورو والإنجازات الإيطالية اللي بتيجي من التاكتكس ومن الالتزام ومن الروح ومن الثقة إن إحنا نقدر إن إحنا منتخب عظيم أو إن إحنا نادي عظيم ليفربول على الجنب الثاني غياب هندرسن في نص الملعب فرق جدا في جابهة اليمين الهجومية بالنسبة لليفربول لأن هندرسن كان بيقوم بأدوار بيقوم بيها أليكساندر أرنولد في فتح الكورة على الخطوط في الأسستات في التسديد حتى من بره وشفتنا في ماتش ليفربول وإيسي ميلان هو اللي قدر يحرز هذا في الفوز بتاع ليفربول يورجين كلوب يعني ما عرفش بقى قدرية ولأ بس أنا اللي قريته إن ديوجو جوتا أصيب فعلا في الأنكل بتاعه ده سبب خروجه والناس بقى اللي جايبينه في الفانتازي يشوفوا ممكن يعملوا إيه بس نزول هندرسن فرق جدا ووضح أنه كان بره يوم النهار شحيح رأي يا أخي ملوان أنا هستعين بكلمة جوزي مورينيو في الوصائق يعنده عن طاطنم قال لا نستقبل أهداف من كرة سابتا ممكن نكسب أي ماتش الفريق اللي يوصل لدور 16 ياهوب في الليفل العالي ده ويقدر يعمل كل الماتش ده بشكل كويس بس يستقبل من كرة سابتا للكورنر اللي جابه فرمينيو في الأول بيقلل حظوصه بنسبة كبيرة كرة سابتا بقت في الكرة دلوقتي سلاح خطير جدا ليك وعليك كنا بنتكلم من أوف آريا كريم على فكرة الكرة سابتا لليفر بول بقى فيه أصلا دلوقتي مدربين ياهوبا للسات بيسس بس مدرب كل وظيفته مع الفريق ده غير مدرب أصلا يتعامل للسرو إنس لوتات ده يعني مدربين تخصصيين كتير جدا انتر ميلان أنا شايف أن هي عملت ماتش كبير أنا مقتنع جدا بسيميوني إنزاجي مقتنع جدا وبحب طريقة لعبه من أيام أصلا ما كان في لاتسيو مدرب عنده رؤية كويسة وأنا بحترم أو ياهوبا المدرب اللي ما بيغيرش تاكتك بتاعه مهما كان المنافس إيه أنا حواجه ليفر بول هيتغطوني عالي هطلع بالكرة ما عنديش مشكلة الماتش ده بيفكرني بإنتر برشلونة في الكامب نو السنة اللي فاتت لو تفتكر برشلونة كذبت إنتر بالضبط لكن إنتر عملت نفس الإنتر عمليه النهاردة عملت ماتش كبير جدا قدرت تطلع بالكورة ده كل ده بجياب بريلا نهاردة مهمة جدا بريلا بريلا لو كان موجود نهاردة كان أعتقد فرق في نصف ملحب ريال مدريد أصلا عايز يجيب بريلا لريال مدريد فالسنة اللي فاتت نفس التاكتك أنا شايف أن سيميوني إنزاجي من الزكاء إن هو بنى على الشغل اللي كنت عامله ما جاش هد الشغل ده لا هو جاه بنى عليه لكن في النهاية كواليتي لعيبة كواليتي فرمينو هلقد ما هو بعيد بقى له فترة بس أنا عندي كواليتي فرمينو عندي كواليتي صلاح عندي كواليتي ساديو ماني عندي كواليتي يورجين كلوب برضو خبرات عظيمة كوناتي نهاردة عمل مباراة بيرا ده روبرتسون كان متقلق يعني أفضل لعب في المباراة بس كوناتي فاجئني جدا لما يبقى مدافع ما بيتمش الاعتماد عليه في الدوري ويلعب ماتش مهم زي ده في تشامبينز ديك بره أرضه يبقى بالثبات ده وكان سريع وكان ري اكتف بسرعة جدا ريسبونسف بسرعة جدا لهجمات انتر ميلان النهاردة بروزوفيتش عمل مباراة كبيرة كمان من انتر بس غياب برلا فرق جدا في المنظومة بتاعت خط النص بتاع اي صحيح أنا في رائحة النهار ده بحما سألها سجل هدف طبعا مهم جدا يفوق يعني يفوقوه بعد الزعر والحزن بعد خسارة نهاية كأس الأمر أفريقيا فانبسطت يعني ده اللي نادة النهارة محمد صلاح النهاردة يمكن هدف هو يمكن بروز الشغل لليفربول المباراة دات او الشغل الأولئي اللي عملوا لليفربول من زي الانتر النهار زي ما انت قلته طيب منشستر سيتي ايه منشستر سيتي انا عايز اشوف من اللي بيعمل لهم الأرعام مع سبورتليش بونا لا لا انا اسف لا والله تب معنش لسنة كريم تب معنش اجاد لك شوية ماشي انا مش بشجعه مش محبين بيب جارديو مش مش محبين اللي هو يعني مش مشجعينه مش مشجعين اه يعني بيب جارديول هو بيب جارديول طبعا عظم مدارف العالم بس انا اقصد انه لا برضو حتى معلش يعني لو ريما دي ضيح لعب سبورتليش بونا فتش بونا مش هيكسر بربعة صفر في الشوط الاول لو اي فرقة في البطولة كلها راح لعب سبورتليش بونا في الشبونا مش هيكسر ببعة صفر في الشوط الاول طبعا شوط السيتي وانا في ارضو سبعين بلاش اقول له انا بشجع مين بقى انا شبت من البرتغال وشبت من فرنسا سيتي هاي مع جارديولا فرقة هاي الاول جارديولا عامل ثورة في الكورة يعني بصراحة خلينا نتكلم بصراحة انا واحد اصلا مورينيستا زي ما بيقولوا يعني لكن جارديولا افكار رهيبة في الملعب الناس بتلوم عليه شوية ان هو بيصرف في الباكات بيصرف في الفول باكس ما هو بيصرف عشان يوري الشغل اللي بتتكلم عليه لازم يجيب لعيبة تطبق افكار ولازم تجيب لعيبة تفيد الاستراتيجية بتاعته بس خلي بالك برضو دور الستاشر يعني اصعب مشكلة والشالنج دايما دور التمانية والسيمي فاين جارديولا من ساعة مساب برشلونا تلات سنين مع باير ني ميونيخ تلاتة سيمي فاين الزهوبة اول واحد ريال مادريد تاني واحد أتلاتيكو مادريد كل واحد فيهم فيها غلطة قاتلة بالظبط تلات واحد أتلاتيكو مادريد حتى مع منشستر سيتي اول سنة موناكو تاني سنة ليفر بول تلات سنة تاطنم ربع سنة على ما اعتقد كاتليون السنة دي اعتقد خمس سنة لو انا الزاكرة يعني سعفاني تفتكروا ببيب جارديولا لو مكسبش دورة أبطالي السنة دي ممكن يمشي لا انا حسن شغفه مع منشستر سيتي بدأ ايه انا حسس كده انا حسس كده لانه رب ايه هو وصل هو وصل لشغفهم بيال لا انا اتكلم مع منشستر سيتي بس بالذات يعني لان بتوصل لمرحلة بعد المرحلة دي خلاص انت مش تقدر تقدم اكتر من كده هو وصل لبيك تشكيلة ووصل لبيك كارير لعيبة يعني واحد زي برناردو سيلفا بالموسم اللي بيقدمه ده صعب جدا ان هو ممكن يقدم موسم زيه بعد كده يعني انه طيب ووصل لبيك هو ممكن يكون وصل لبيك ده ممكن في فاينال شامبيونز ديج السنة اللي فاتت بس المشكلة ان هو عمل غلطة بس عارف عارف انايس في ناطعتك لا خب على مشتوى الافراد يعني على مشتوى اللعب الفردي هتلاقي دايما فيه لعيب كل موسم بتاعبيب جورديولا يعني فيه لعيب هتلاقي مثلا مرة راحيم ستالينج هتلاقي مثلا جندوجان مثلا في موسم هتلاقي مرة رياض محرز السنة دي كل اللعب وداما السنة دي رائع وبالزبط كده هتا ستالينج كلهم بالزبط بالزبط عشان كده بقولك هو مفيش حاجة تانية ممكن تتعمل صحيح يعني انا واصل البيك الفرقة بتاعتي مش بتواجه اصابات طويلة انا مكمل في الدوري وراكب الدوري ومنافسين بتوعي مش عارفين ان هما يمسكوا الفورما اللي انا مسكها في تشامبنز ليج طريقي سالك فانا مفيش حاجة تمنعني ان انا اخد البطولة السنة دي اجرب بقى سنة كمان مع فريق مش معروف عنه ان هو فريق ليه شخصية الشامبينز ليج او فريق تاريخي في البطولة دي انا حسن انه هيبقى صعب شوية ممكن ان هو ياخد زي راحة وزي ياخد بريك ويرجع تاني على بروجيكت لفرقة كبيرة فرقة كبيرة قراني فانا ده من وجهة نظري ده توقعي ان السنة دي هتبقى اخر تجربة ل عشان ان هو ياخد الشامبينز ليج مع ماتشاستر سي بايرن كان هيخسر الهو هنما من رد بل سالسبرغ اا وخسره مفاجأة جدا يعني كان هيتبقى خسره مفاجأة لأولى هدف في الديها الاخيرة اا بايرنЕ متعودين منه وفي الم meta سالسبرغ يشبه اللي انت قلت ان ماتشاستر سيتي حظه حلو في القرعة بس ماتشاستر سيتي جامد جدا فكسب خبšة بايرن المفهود ان هو جامد جدا بس كان هيخسر نهارده ماريت بول سالسبرغ خليباك بردو باير نميونغ بعد فترة هانزفليك ومع فترة يوليان ناجلزمن مدرب لسه ما كمش تقريباً 40 سنة حانده حاجة أو حاجة أو 30 سنة 40 أو 35 سنة مدرب لسه صغير التحدي بردو مش مش قليل عليه التحدي كبير عليه بعد اخسارة في الدوري خاصة في الدوري المتشفات بسكور كبير إذا أنا فاكر صحة كتربعة واحد نهارده بيجي بيتعادل فريد بول سالسبرغ خلينا نقول لك عاد بول سالسبرغ هو فري متطور جداً صحيح قوي جداً فالنمسا هو يعني الليدنج في النمسا على طول وهو دايماً اللي بيطلع اللي بيطلع زي هالند ومينامينو لكن أعتقد في النهاية بايرن قدر على حسم التأهر بايرن عمل حاجة غريبة قوي النهاردة يا كريم إن هو كان بيلعب سولاسي في الدفاع من السولاسي 2 أصلاً فول باكس يعني بيلعب بافار وبيلعب لوكاس هيرناندز مع سولة اللي هو أصلاً اللي عيب بطيء جداً فكان سولاسي الدفاعي بتاعه كان غريب يعني كان اختراع كده وافتكاس أنا لما شفت أنا شفتش المباراة بس لما شفت التشكيل استغربته جداً حاسد إن في حاجة كان غريبة شوية واضح جداً هو بقى انت شرفت ونورت بنورك ربنا خريف كريم بجده الله استمتعت جداً بوجودك حبيب مروانك العادة باستمتع بوجودك أنا أسعد كريم ومستناء كنت معهوبة كمان شكركم شكراً جزيلاً أنا بس أقول لكم خبر رسمي من نادي الزمالك قبل منع هذه الحلقة نادي الزمالك ينفي بشكل رسمي التفاوض مع الكابتن حسام البدر لتدريب الفريق الفترة القادمة كان فيه كلام أو إشعاة أو تسريبات أو مشابهة يعني إن الكابتن حسام البدر ممكن يتولى تدريب نادي الزمالك الفترة اللي جاية نادي الزمالك نفع هذا الأمر جملة وتفصيلاً وكانترون مستمر مع نادي الزمالك حتى هذه اللحظة يا ربا أرميش